السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة دي ده من برنامج زمال كاوي على قناة نادي الزمالك بداية انا عايزة اشكر كل الناس اللي سألت علي وطمنت علي بشكرهم من كل قلبي وبكل الانتماءات بكل اصدقاء منذ الصغر يعني لعيبة كرة زمالي في كل الاندية وكل الناس اللي على يعني تواصل معايا بشكرهم جدا جدا من كل قلبي وكل جمهور الزمالك العظيم وكل الجماهير المصرية اللي تواصلت معايا وبعتتلي حتى من غير ما نكون معرفة شخصية يعني فبشكرهم وبتمنى لهم دايما الصحة والستر وبشكرهم شكرا جزيلا بشكر كمان لكل زمالي اللي موجودين هنا في قناة نادي الزمالك وكل فريق العمل وفي الاعداد والاخراج ومصورين كل الناس اللي سألت عليها بشكرهم شكرا جزيلا انا اول مرة اطلع جماعة من حوالي 6-7 ايام فاستحملوني شوية عايزة اتكلم معاكم من قلبي وكلام هو كلام عفوي طالع من قلبي لحاجات كتيرة قوي حصلت الفترة اللي فاتت بداية انا بقى لي حوالي 6 يام ما بطلعش من يوم الخميس ما طلعتش اول مرة اطلع النهاردة وده مرورا بقى بيوم الجمعة كان في انتخابات وكانت انتخابات عظيمة جدا اكتر من حاجة واربعين الف عضو جماعة ومية وده رقم تاريخي ما حصلش في كل الاندية المصرية مرورا بمطش الزمالك واللي فجئنا كلنا ان الزمالك متأخر 2-0 امام فريق بيترو اتليتكو على ارضه ثم يعني الزمالك اضع فرص كتيرة جدا 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 وكور في العرضة ما كانش فيه نوع من الحظ ولا التوفيق وغير الحظ والتوفيق هنتكلم في امور تانية طبعا يعني بجانب ايضا تعدلنا في الثانية الاخيرة من الوقت الضايع ومرورا بمباراة النهاردة اللي اتغلبنا فيها 2-0 في مباراة من وجهة نظري مباراة عادية الفريق المنافس فريق عادي جدا اقل من العادي اضعنا 3 نقط وهنتكلم على من المسؤول عن ضايع هذه النقاط وانتو عارفين ان النقاط ما بتضيع نقاط بتجيب نقاط وفي الاخر بنلاقي الفارق بيتسع وده مش من مصلحة نادي الزمالك طيب نبتدي اول حاجة بالانتخابات الانتخابات المستشار مرتضى منصور وقائمته نجحت بالكامل وعشان اكون صادق معاكم يعني انا فيه ناس كتير قوي صحابي جدا جدا وناس محترمة وزمالكوية رشحوا نفسهم لانتخابات نادي الزمالك ومعظمهم كانوا مستقلين يعني وفيه زمالي لعيبة كورة زي كابتن الشامي كان مثلا واحد من كابتن مصري يعني كابتن جمال عب حميد طبعا في قائمة كابتن او مستشار المتضى منصور كابتن احمد سليمان كان في الجهاز الفني معايا سنين كمدرب مدير فني وخدنا بعض جوهنسبرج والسوبر ومستشار المتضى منصور عرفه من سنوات وسنوات مهما اختلفنا او اتفقنا في النهاية تبقى العشرة موجودة والعلاقات موجودة ما بين كل الناس اللي كانت موجودة معظمهم يعني فيه ناس طبعا اول مرة تنزل فيه ناس اول مرة عرفهم فيه ناس لم توفق فيه ناس وفقت من هنا من خلال قناة نادي الزمالك عايز ابارك للمستشار المرتضى منصور وبارك للكابتن جمال عبد الحميد وبارك لأحمد مرتضى منصور وأبارك للواء على مقلد وأبارك للكابتن خالد لطيف دول انا على علاقة بيهم كويسة جدا وعشرة طويلة جدا جدا سواء كلاعب او كاااااا اعلامي يعني كلهم أصدقائي طبعا بقيت قيمة المشاريع المتضم الصور يمكن ما ديش علاقة كبيرة بيهم لكن بتمنى لهم التوفيق وببرك لهم وأهم حاجة حصلت في الانتخابات من وجه النظري اللي بشكر عليها الجامعية العمومية إنها جابت قيمة بالكامل أنا صراحة كان قبل اللي بيحصل في الانتخابات يا جماعة وكنت بشوفها على قنوات مختلفة قناة واخدة صف الكابتن أحمد سليمان وقناة واخدة صف المشار المرتضى منصور ويعني ناس بتتصارع على وبتحاول كل واحد يعني مش عايز أقول لفظ مش ظريف يعني يقلل من التاني أو كلام من هذا القبيل فكت عمال أفكر مع نفسي فراجل بحب نادي الزمالك جدا وراجل بعشاء نادي الزمالك كت عمال أقول يعني طب افرد مثلا المشار المرتضى نجح وجي معه مثلا نائب مثلا من القايمة التانية أو أمين صندوق وهم كانوا لسه بيتكلموا على بعض أو ضد بعض طب افرد جي حد كابتن جمال أحمد طب افرد كابتن هشاميا كان جيه وهو لسه برضو فيه خلاف ما بينه وبين مش يعني عمال أفكر الوضع مش هيبقى مستقر ومش هيبقى في مصلحة نادي الزمالك فما تم الإعلان عن فوز المستشار المرتضى منصور بالانتخابات وبقايمة كاملة ما فيش واحد من القايمة منجحش رغم أن في بعض الأشخاص لسه جديدة أو مش معروفة بالنسبة لجماعة عمية أو لجمهور الزمالك لكنهم كلهم شخصيات محترمة شخصيات مرموقة في أماكن مرموقة في النهاية بنقولهم ألف مليون مبروك لأنهم قايمة واحدة وبالتالي ما فيش أي حجة ولا أي اختلافات ما بين القايمة الوحدة القايمة الوحدة هتشتغل برئاسة مشتر مرتضى منصور لخدمة نادي الزمالك ومن هنا أيضا خلال قناة الزمالك بقول لكابتن أحمد سليمان وقائمته وكل الناس والأستاذ عمر هاريدي وكل الناس اللي كانت نازلة في القوائم أو كمستقلين اللي لم يحلفهم الحظ هاردك وكلنا بنحب نادي الزمالك وعايزين نخدم نادي الزمالك لكن دلوقتي مفروض كلنا نكون في ظهر المستشار مرتضى منصور وقائمته ودول المجلس المنتخب من الجماعة العمية اللي هيكمل مدة أربع سنوات قادمة ومن هنا أيضا أتمنى إن العدوات تزول والخلافات تقل لأن إحنا مش كسبنين حاجة كنادي الزمالك أو جمهور نادي الزمالك أما نلاقي عدوات من قائمة دي ضد قائمة دي أو القائمة دي اللي لم توفق ضد قائمة اللي وفقت أو القائمة اللي وفقت تتكلم على القائمة التي لم توفق في النهاية ما هي الاستفادة اللي هتعود على جمهور نادي الزمالك من كتر الكلام وإيه الاستفادة من زيادة العدوات اللي ممكن تكون موجودة إيه اللي بنستفيده إيه اللي بنستفيده مفيش أي إفادة إحنا مفروض نبص على أرض الواقع ونبص الأدام والمجلس المنتخب دلوقتي لابد أن هو يبص الأدام يبص عندنا نادي 6 أكتوبر عندنا مشاكل مالية كبيرة عايزين نحلها عندنا لعيبة مجددتش الغد دلوقتي عندنا مشاكل في نص الملعب واضحة جدا في المطش الأولاني والمطش التاني عندنا يعني قيد مقفول المسلمين متتاليين واللعيبة اللي موجودة دي هي اللي هتفضل معانا عندنا حاجات كتير قوي عايزين نحلها جماعة بعيدا عن الكلام الكتير مش عايزين كلام احنا عايزين فعل عايزين نشتغل عايزين نبص الأدام مش عايزين صراعات كفانة صراعات صراعات مش هتفيدنا في حاجة ولا هتفيد جمهور نادي الزمالك يمكن أعضاء الجماعية العمومية الناس المحترمة ودول أعضاء جماعية عمومية النادي اجتماعي نادي اجتماعي فيهم الزمالكاوي قوي وفيهم اللي بيشجع الأهل وفيهم اللي بيشجع أي نادي تاني وفيهم اللي مش عايشين في مصر أساسا بس أعضاء في نادي الزمالك النادي الاجتماعي خدوا بالكم أعضاء الجامعية العمومية في نادي الزمالك هما أعضاء للنادي الاجتماعي ومنهم اللي أصبحوا أعضاء حبا في النادي بس يعني فيه ناس ما بتروحش النادي خالص بس يكفي إنه هو شايل كارنيه نادي الزمالك يقول لك أنا أعود جماعة عمية في النادي انا عملت كارنيه واشتركت في نادي الزمالك رغم ان انا مشترك في 3 ا4 عندية بس ده حبي ده عشقي انا بحب النادي ده وعايز ابقى عضو فيه فده لنا يعني عايز اقوله نمر اتنين يا جماعة المسجد المتضم منصول اول ما نجح فقالك انا مش عايز خالد ولا ابو العيلة في قناة نادي الزمالك ومرة واثنين وثلاثة انا بقولها من هنا وده كلام طالع من قلبي جماعة خالد الغندور مش هو نادي الزمالك او خالد الغندور وجوده في قناة نادي الزمالك او بعده عن القناة مش دال حل مش دال مش دال مش دالة اللي هيغير كل مشاكلنا اكيد انا في يوم الايام هكون مش متواجد في القناة يعني ممكن بكرة بعده بعد سنة سنة اين الله اعلم القسم مش انا انا خالد الغندور بقى لي اكتر من 17-18 سنة في الاعلام عمري ما اشتغلت في قناة في نادي الزمالك لم اتقاد اجر من نادي الزمالك غير زمالي كتير بطلوا كورة وبيشتغلوا كل ممكن يبقى مدرب ويرجع يشتغل في النادي ويروح مدرب يسيب النادي بعد ما يشتغل ويروح مدرب تاني ويروح ويرجع تاني يشتغل ويتقادوا اجر مفيش مشكلة دي سنة الحياة لكن انا راجل بعد ما بطلت كورة اعتمدت على نفسي وبدأت افتح لنفسي كرير جديد ربنا كرمني في الاعلام وبدأت اشتغل في اكتر من قناة كنت دايما مساند لنادي الزمالك في الحق وكنت دايما بافتح القضايا اللي بحس ان انا كلعايب كورة مجروح فيها ومتدايق منها وحاسس ان انا مصدوم فيها وحاسس ان ما كان الموضوع مش فير وحاسس ان الموضوع مفوش عدالة وبالتالي المشارة المتدى منصور هو رئيس نادي الزمالك الحالي فانا بقول له من هنا انا ما عنديش اي مشكلة ان انا افضل في القناة او امشي في القناة انا متعاقد مع شركة محترمة شركة كبيرة اكبر شركة اعلامية في مصر بحبهم وبحترمهم انا باشتغل في الراديو وباشتغل وبطلع مع سيف فقرة طول الوقت القصة يا جماعة مش انا نادي الزمالك بالنسبة لي مش سبوبة نادي الزمالك بالنسبة لي مش بطلع كل يوم في قناة الزمالك عشان في الاخر هقبض هي القصة مش كده انا يعني لو انا لو ما فضلتش في نادي الزمالك هروح مكان تاني وهقبض كلنا بنشتغل عشان نقبض كلنا بنشتغل عشان نفتح بيوتنا لكن انا طول عمري بتعامل مع نادي الزمالك نادي الزمالك اللي انا تربيت فيه من وانا صغير اللي أنا كنت العيب فيه إن أنا كنت الكابتن التاريخي كتير معلش أنا عمري ما بتكلم عن موضوع دو في ناس جهابزة ورموس كبار جدا في الكورة وأسماء كبيرة الحمد لله أنا يا خالد الغندور حققت بطولات أكتر العيب حقق بطولات في تاريخ نادي الزمال وبطولات مؤسرة يعني ما خدتش مثلا عشرة كاس لا أنا خدت بطولات كاس أفريقيا الأندية والسوبر والدوري والكاس والسعودي وأفراسيوي وبطولة العربية وكل حاجة الحمد لله رب العالمين مع نادي الزمالك فأنا بحس بالنادي وبحس بالجمهور وعشت مطشات كتيرة جدا 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 بطولات وكسبناها وخسرنا مطشات وكان دايما إحنا في جنة الند بالند يعني ما كانش فيه حاجة اسمها فريق متفوق على فريق إحنا ند بالند بل بالعكس كمان إحنا أجيالنا في التسانات كانت متفوقة بصورة كبيرة جدا في القرى الصمراء ويمكن ظلمنا في النهاية في موضوع نادي القرن وتكلمت عنه كتير جدا فقصة يا جماعة ارتباط خالد الغندور يعني محترامي طبعا أنا أتكلم منتهى الصراحة فتقبلوا كلامي يعني أنا الراجل كنت أول إمبرح هموت يعني وكت يعني الحياة مش هتفضل في ثانية كلنا يعني هنيجي وهنروح والناس بتتخطف في ثانية فأنا بكلمكم من قلبي بدون أي رياء ولا نفاق وبطلع الجواية مع جمهور الزمانيك العظيمي اللي أنا بحبه وبحترمه جدا يعني مشار موتادة منصور ما مشي من سنة ونص أنا مش تابع الأشخاص أنا بحترم مشار موتادة منصور لكن الدولة المصرية هي أقررت برحيل المشار موتادة منصور ومجلسه ومجيء لجنة مؤقتة دورنا في قناة نادي الزمالك نحن نجوم في ظهر النادي الحل اللي وصله لمشار موتادة منصور هو اللجوء للقانون اللجوء للقانون يجيب له حقه بعد سنة أو سنة ونص القانون جاب له حقه مش معقولة هنقفل نادي الزمالك لمدة سنة ونص أو هنقفل قناة نادي الزمالك أو طالما المجلس مشي فكلنا نمشي لغاية ما المجلس يرجع احنا بنكون في ظهر النادي في عز أزماته طيب بعد رحيل المشار مرتضى منصور كنا في قناة نادي الزمالك دايما بنحاول ان احنا نسند والزمالك يقف على رجليه ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا جلنا لجان مؤقتة مختلفة فيه اللي أصاب وفيه اللي لم يصيب ده طبيعي ومنطقي لانه بيجي الشهور لكن في النهاية في ظل وجودنا في القناة دي وفي ظل وجودي في برنامج زمالكاوي اللي ده وفعت في أوقات صعبة جدا عن نادي الزمالك ده أدى الحمد لله يا رب العالمين الى فوزنا بالدوري بعد غياب ست سنوات واحنا في مجلس غير مستقر فوزنا بالدوري فوزنا بكورت السلة أفريقيا وفوزنا بكاس مصر الطايرة بعد غياب أكتر من خمس سنين الكاس بالذات وكسبنا كورت اليد السوبر وكسبنا الدوري بعد ما كان المنافس النادي الأهلي متفوق علينا بفارق أربع نقاط نهينا الدوري قبل الأسبوع الأخير ماتش الانتاج الحربي واحنا فارقين ست نقاط وبالتالي رغم عدم الاستقرار اللي احنا كنا فيه كان لازم دورنا في قناة نادي الزمالك نحن نكون نداعمين لنادي الزمالك بالأسف البعض بيتعامل البعض بيتعامل ان انت لازم تكون مع المشهر المتدى منصور او انت تكون مع الكابتن احمد سليمان او انت تكون مع الاستاذ مامدوح عباس او انت تكون مع الكابتن حسين لبيب البعض بيتعامل كده كأن المفروض دول يبقوا الرجال الدول يعني دول يبقوا الرجالة بتاع دول ما فيش كده انا نادي الزمالك وعندي نمرة واحد مشهر المتدى منصور جه اكيد كلنا نتمنى نجاحه ونتمنى ان ربنا يوفقه ما عندناش غضادة ولا زعلنين ولا اي حاجة انا نفسي نادي الزمالك ياخد كل البطولات مع المشهر المتدى منصور ومجلسه واي مجلس هيجي هيكون نفسي نمرة واحد لان للأسف البعض بيتعامل مع نادي الزمالك مش سبوبة وقبض بقى زيما البعض بيتقال علينا يعني لا بيتعامل ان النادي الزمالك ده مناصب انا عايز ااخد منصب ولو مخدتش منصب غيري هياخد منصب فانا عايز اوقع غيري ومش مهم النادي الزمالك يقع والهم حاجة لا ينسب الانتصار لفلان او علان وتلاقي الناس البتتسارع وهم يقال ان كلهم زمالكوية يقطع في ده وده يقطع في ده وانا اللي جبت دي وانا اللي جبت اللعيبة دي وانا اللي مشيت اللعيبة دي وانا اللي معرفش وكل ده خلافات في النهاية كلنا زمالكوية كلنا بندور على مصلحة نادي الزمالك كلنا عايزين نادي الزمالك افضل واحسن وده اللي احنا عايزين اتمنى اتمنى كفانا صراعات كفانا كفانا ممدوح عباس المستشار مرتضى منصور الأستاذ ماندوح عباس كابتن أحمد سليمان شام نصر خالد لطيف أحمد جلال كفانة 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 جمعوا بقى على حب نادي الزمالك كفانة بقى كفانة ده يرد على ده وده يتكلم على ده وده يقطع في ده وده يفضح ده وده يصرب لده وده يقلل من ده كفانة خلاص بقى خلاص نادي الزمالك إيه اللي مستفيده جمهور الزمالك إيه اللي مستفيده من الكل اللي بيحصل ده بنستفيد إيه بنقعد نسمع فضايح بعض بنقعد نسمع ده بيتكلم على ده وده بيشتم ده وده بيرد على ده وده بيقلل من ده وده بيصرب لده إيه اللي مستفيدين منه ولا حاجة نادي الزمالك بعد كل اللي حصل ده اتعادل آخر ماتش في ديئة 96 واتغلب النهارده من سموحة 2-0 مع احترامي نسموحة وهو ناقصا ناقص أهم اتنين لعيبة عنده واخدين انذاراته رمضان بيكهم ومروان حمدي اتنين ما بيلعبوش والشط الأولاني سموحة ما جاش عند الزمالك خالص وفي أول كرة على حظه كرة جات راح تلابس في رجله الشمال راح تجون فجأة ده ضرب الجزاء تاني وعملين ضايع عبلها في العرضة ومعرفش ايه يعني ايه اللي استفدناه وانا قلت هنا وقلت قبل الانتخابات وعادت حذر وعادت اقول لعيبة الزمالك لازم كل مرة بنبتدي وحش كل مرة بنبتدي النتيجة وحش على أرضنا السنة اللي فاتت بدأنا مع الملدية ملدية الجزائر واتعادلنا هنا وروحنا ااتعادلنا مع بطل السنغال واتغلبنا من الطراج رايح جاي قلت الكلام ده وبرده مافيش وبرده نفس القصة وده اللي عايز اوصله لحاجة لعيبة نادي الزمالك أنا كنت لعيب كورا ولعيبة الزمالك دول أنا بحبهم جدا طبعا يعني بحبهم جدا وإخواتي الصغيرين وساعات بقابلهم كتير زعلوا مني زعلوا مني لأن هم شايفين إن دور قناة نادي الزمالك إنها تدفع عن اللعيبة وإنها لا تنتقد اللعيبة وإن طول الوقت قناة نادي الزمالك لازم تكون في ظهر اللعيب فأنا شخصيا نفسي دايما ما روحش الانتقاد لعيب لأن أنا كنت لعيب زيه وفي نفس الوقت ما بحبش هزعلهم لكن في نفس الوقت بزعل إن هم زعلوا جمهور الزمالك اللي أنا واحد منهم وبالتالي الموقف اللي بيحصل ده والوضع اللي احنا فيه ده هبتدي مع مستر كارتيرون الماتش الأولاني اللي اضعنا فيه أكتر من كرة كرة في العرضة وانفراد في العرضة وكرة بالضيع الحظ والتوفيق موجود في الكرة الحظ والتوفيق موجود في الكرة لكن التركيز وإعطاء الفريق الخصم قيمته ده موجود في الكرة برضو يعني ما ينفعش ابتدي بطراخي أو ما ينفعش ابتدي إن أنا كده كده كسبان وما ينفعش ابتدي إن أنا يعني احنا خلاص الفرقة رجعت والعيبة المنتخب رجعوا والعيبة المغرب والعيبة تونس واللي لعبوا في كاس الأمم واللي قسروا الدنيا فكده كده يعني بيترو أتليتكو إيه يعني ده اللي هيعمل معنا حاجة احنا كده كده ناسدين كسبانين يعني في نفس الوقت نلاقي نفاجأ بضيع شوط عادي ثم نفاجأ شوط أولاني ييجي فينا جونين النهاردة الشوط يعني انتم تخلين احنا من ماتش أفريقيا ده مغلوبين 2-0 وماتش اسموحة مغلوبين 2-0 ماتش بيترو أتليتكو رجعنا وفي الوقت الضايع تمام النهاردة ما رجعناش داخل فينا أربعة تجوان واحنا دفاعنا هو دفاع أقوى منتخب في أفريقيا ما يجي أقولك أبو جبل فتوح الوينش محمود علاء حمزة المسلوسي منتخب يعني ده يعني احنا ماتش النهائي كنا بنلعب بمين كنا بنلعب بأبو جبل وبنلعب بالوينش وبنلعب بإمام عشور وبنلعب بفتوح يعني نهائي أمام السنغال كنا بنلعب بخط دفاع الزمالك وبالتالي إيه اللي حصل إيه اللي جرى ما ينفعش أنا برضو طبعا كل لعبت الزمالك عشان لعبت الأهلي سفرت لكاس العالم للأندية وطبعا ومعظم لعبت الزمالك تعلقوا ومعرفش إيه فما حدش عمل لقاءات فمين اللي رجع على مصر لعبت الزمالك مين بقى اللي تعلقوا بصورة لفتاة للنظر أبو جبل فتوح زيزو يعني الدول اللعيب اللي تعلقوا فابتدت البرامج عايزاهم وإحنا عدنا مصر بتاعة 3-4 أيام والبرامج دي بتدفع أجر عالي جدا تمام فطبيعة غصب عني مش أقدر أحرم اللاعب من هذا الأجر وفي نفس الوقت اللاعب بيطلع كل يوم أو يعني قبل المطش بيومين الأعيبة واخد أجازة اتمرانة خميس جمعة تمرينة خفيفة ودخلوا المعسكر ولعبنا المطش مع بيترو أتكو السبت مفيش خلصنا السبت دخلنا لحد معسكر سافرنا الاتنين لعبنا النهاردة التلات المطش والمطشين وحشين جدا ومفيش تركيز ويعني اللي يمزع عني بقى هو غياب الروح النهاردة ايه بيميز الفرق الكبيرة انها بتستطيع انها تستخلص القورة اما بتفقدها بسرعة في سنيتين تلاتة كده في سرعة في استخلاص القورة وفي سرعة في التحول من الحالة الهجومية للمناطق الدفاعية بتاعتنا حسيت المطشين اللي فاتوا دول ان التركيز قليل ان الروح مش موجودة ان الدوافع مش موجودة ان استخلاص القورة بمنتهى السرعة مش موجودة ان الرجوع بعض اللعيبة حتى لهم مهام معينة رجوع بطيء غير بقى انا اسف يعني ان ميستر كارتيرون المدير الفني من وجهة نظري بيشتغل لصالح نفسه يعني ايه انا علاقتي كويسة بميستر كارتيرون ميستر كارتيرون اعاد الدوري العام المصري لنادي الزمالك بعد غياب ست سنوات اخر بطولة 2014-2015 عندنا 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 اهو بعد خمس ست سنوات يا جماعة خمس ست سنوات الدوري رجع تاني فخدت دوري بعد غياب ست سنين خدت السوبر الافريقي بعد غياب طويل وخدت السوبر المصري وكان قابقه وسينا وقادنا ملفوز بالبطولة اللي فاز فيها النادي الاهلي بعد ما رحل فجأة للتعاون ثم عاد قولا واحدا مستر كارتيرون البطولة الاهم بالنسبة له هذا العام هي بطولة افريقيا بطولة افريقيا اللي انديها ابطال الدوري اللي هي غيبة بقالها عشرين سنة فده حلمه ده في السيفي بتاعه يديه في حتة تانية لو خد الدوري ماشي هو لسه واخده لو خد السوبر عادي ما خده مع الرجاء لكن هو عايز ياخده مع الزمالك هو وصل النهائي مع النادي الاهلي اللي لم يوفق وصل الدور قبل النهائي مع نادي الزمالك ورحل فهو البطولة السنة دي عشان كده ده اللي هيخلينا نقول هو ليه مستر كارتيرون النهاردة بيلعب بالتشكيل ده يعني فجأة كل التغيير ده ده روتيشن ولا بيريح اللعيبة ليه المطش اللي هو بعد ثلاث ايام مع صفر شديد نلعب مع البطل انجولا او الفريق التاني في انجولا اللي مفيش امل غير ان احنا نكسب التلات نقط عشان ما ندخلش نفسنا في حزب البرمة تاني وعايز اقول لكم ان التعادل في ديه 96 ده تعادل رائع لان احنا من المفترض ان احنا بنلعب مطشاط رايح جاي مش ذهاب واياب هي مطشاط بتجمع فيها نقاط فانت بالتعادل ده خدت نقطة وحرمت فريق بترو اتلاتكو من نقطتين كان هياخدهم كان هيبقى عنده 3 وانت ولا نقطة وهيكون ويدات 3 وسجرادة ده الانجولي ده ولا نقطة لكن ما اتعدلت بقى الودات 3 نقط وبيترو اتلاتكو نقطة والزمالك نقطة وسجرادة نقطة الودات بقى رايح اللاعب بترو اتلاتكو وانا رايح اللاعب البطل انجولا التاني كسبنا الوضع يعني التجميع النقاط هو الاهم فبالتالي انا من وجهة نظري النهاردة مستر كارتيرون يعني انا شايف كان المفروض الموضوع يتعكس يعني ابو جبل بيطلع في برامج ومعرفش ايه وبتاع كان الطبيعي ان عواد يلعب بمطش الاولاني بيلعب على ارضنا وعواد ماشي كويس وكل حاجة ويخلي ابو جبل مثلا لمطش سموحها ولا حاجة كده عشان خاطر يكون اكثر تركيزا مثلا تمام النهاردة بيلعب بعواد بيلعب عبشافي بيلعب محمود علاء بيلعب عبدالغني بيلعب بي عبدالله جمعة وعبدالله جمعة دي تالت مرة مستر كارتيرون وانا اتكلمت معاه وقعدت معاه وقلت له والله واقسم بالله وهذا حدث قلت وقعدت اقول له جرب امام عشور باكرايت مستر كارتيرون قال لي امام عشور طب ايه رأيك بقى في عبدالله جمعة قلت له عبدالله جمعة باكرايت انا بقول لحضراتك انا اشوال ما ينفعش عبدالله الجمع على البقرات خالص والنهاردة عبدالله الجمع ولا يعرف يهاجم ولا يعرف يدفع وده مش عيب منه لانه هو بيحطه في مكان ما ينفعش يلعب فيه وده مش حاجة الوحيدة في الفرقة يعني اسلام جابر مش ديفندر اسلام جابر طول عمره اشتري نام الداخلية لعيب مهاري بيلعب ناحية الليفت او ناحية الرايت زي شيكابالا كده وبيعدي من واحد واثنين انا بوظفه في حتة تانية مش امكانياته مش قدراته خالص هو بيحاول وملتزم وخلاص المدارب عايزنا لعب في حتة لعب في حتة دي فوظفنا امام عشور في الحتة دي ووظفنا اسلام جابر في الحتة دي ونلعب عبدالله الجمع على باكليفت ونلعب عبدالشافي ونقعد فتوح ونلعب محمود علاء ونقعد الوينش ونلعب عود ونقعد ابو جبل ونلعب عمر السعيد ونقعد جزيري ونلعب او ناجم ونقعد زيزو ونلعب شيكابالا ولا اوباما وبعد كده نيجي نطلع اوباما ما بين الشوتين والناس ونقعد امام يا جماعة طبيعي ومنطقي واحنا وانا كمشجع بتفرج على الماتش النهاردة بالتشكيل ده مش نكسب يعني مش نكسب هنكسب ازاي يعني فنيجي بقى نروح عامل ايه يجي الشوت التاني الشوت التاني يروح مغير ومنزل الفرقة كلها واشرف بنشارك ايه يروح منزل الفرقة كلها طيب انا هسأل سؤال ابتدي بالفرقة اللي تخلص اول شوت وتكون فيها عندها روح من التعاون والانسجام وغيرهم الشوت التاني بعد ما اتطمن ولا انزل احط نفسي في وضع انزل اللعبة كلها اللي انا عايز اريحها يعني انزل اخلي اللعبة تنزل الشوت التاني وتروح مجهدة ومتعبة طيب انا ممكن ابتدي بيهم خصوصا ان انا حطيت اللعبة اللي قعد عدك تحت ضغط اكبر انا ما ابتدي اللقاء وابتدي بالتشكيل الاساسي بتاعي اللعبة معلاش ضغطات لكن وانا بنزل زيزو وانا بنزل اشرف بن شارقي وانا بنزل منزلهم مغلوبين واحد صفر او منزل بعضهم واحد صفر صفر او منزل ومغلوبين اتنين صفر منزلوا ليه عشان يصنع لق الفارق عشان يعمل مجهود اكبر عشان يكون تركيزه اعلى عشان يعرف يجيب جون عشان يعرف يصنع فرصة كل ده ضغوط على اللعيبة وكل ده انا لم كده ما فيش راحة بدنية ولا زهنية لللاعب يبقى من طبيعي ومنطقي اني لازم ابتدي لو انا عايز اركز على بطولة الدوري وانا قريدي خسران ماتش فيها ومتعادل ماتش فيها ولا ماتشين فيها يعني خسران نقاط فيها طبيعي ومنطقي ان انا لازم ما انفعش اضيع خصوصا ان انا قط فترة كبيرة في الدوري ملعبش انا هروح العب بطل انجولا واسافر بعدين ارجع على مصر بعد كده اطلع تاني العب مع الوداد وبعد كده ارجع تاني ارجع يعني طبيعي ومنطقي ان انا هقعد فترة كبيرة ملعبش في الدوري فان انا اتغلب وابتدي حاول اصلح من اللي انا عملته في البداية فنزل التشكيل الاساسي طب ابدأ بالتشكيل الاساسي ابدأ بالتشكيل الاساسي والتشكيل الاساسي هو اللي يخلي يكون في ضغط على الفرقة من اول دقيقة وكان ممكن واسفرق سموحة محترامي بعد رحيل احمد عبدالقادر ورحيل مصطفى فتحي وعدم وجود مروان حمدي ولا رمضان بكهم فريق عادي جدا فريق انا لم ارى سموحة فريق قوي انا شفت سموحة قبل ما يجيب فينا الجنين في بداية الشوت التاني فريق سهل فريق ممكن توصل للمرمة بالسهولة عنده فريق ممكن تجيب جن فيه عادي فريق عادي جدا لكن احنا اللي فرطنا احنا ابتدينا ما بندفعش ما بنرجعش ما بندغطش يعني حاسس ما فيش اتدافع كده اتدافع اللي خليني اكسب اللي انا خليني عايز اضغط ككوتلة كمجموعة ما يفعش واحد نمرة اتنين انزل محمد اشرف روقة محمد اشرف هو انا محمد اشرف عايزه ولا مش عايزه هو انا كنت مطلعه لإسماعيلي وهو ما اتفقش فرجع طب هو لو في حساباتي وانا ما عنديش قيد طب امشي ليه طب انا طلبت انه يمشي ليه طب هو طالما طلبت انه يمشي بقى انا مش ه مش ه يعني مش هاعتمد عليه بقفاجأ ان احنا بنعتمد على اشرف روقة في اكتر من مباراة طب ايه ايه الهدف الاستراتيجية اللي انا كنت حاطتها انه انا مش محتاجه فاكيد انا عامل استراتيجية جديدة طيب غياب طريق حامد يا جماعة احنا نص الملعب ايه سبب دخول مرمانة اربع هداف وسبب عدم قدرتنا على السيطرة على نص الملعب وعدم قدرتنا على استخلاص القرى بعد فقدانها انه ما عندناش ولا تفندر ولا رقم تمانية ما عندناش لعيبة معظمة حريفة لعيبة معظمة بوظفها في المكان ده وده مش مكانها انت الطبيعي ومنطقي ما بيكون لعب عنده موهبة فبتحطه في المكان اللي يستطيع انه يبدع فيه اللي يستطيع انه هو يصنع لك الفارق فيه لكن هتحطه في المكان ده ممكن يبقى مؤدي او عادي بجانب عدم التركيز النهاردة محمد عبدالغاني كرة اضطر انه يعمل فيها ضرب الجزاء وكرة نص الملعب فين ازاي العيب يطلع يطلع ويعد وينقل ويروح ويعدي وانفراد يعني جماعة النهاردة حاجة تزعل والماتش اللي فات حاجة تزعل الماتش اللي فات جمهور الزمالك فوته وقال لك الحظ والتوفيه ومناش حزوز في الماتش دوت وكلام من هذا القبيل جماعة الكرة دوافع الكرة تركيز شفت منتخب مصر منتخب مصر لم يكن الفريق الافضل ولكن كان الفريق الاكثر روحا واداءا وتركيزا ودوافع خلقت وكرامة اللعيبة يعني ادس عليها في اول ثلاث ماتشات يعني اتضايقوا وابتدوا دوافعهم هي اللي اتحركهم في ماتش ساحل العاج وماتش المغرب وماتش الكاميرون وماتش السنغال ورغم ان هما كانوا بدنيا منهارين وبالتالي كنا عايزين نشوف بعد عودة للعيبة الدوليين نشوف اداء افضل من كده لان احنا بنلعب فرق اقل بكتير مننا اقل بكتير من مستوانا النهاردة سموحة لو انت في مستواج تكسب اتنين تلاتة بسهولة لو انت في مستواج الفرق دي ما تجيبش فيه جون يعني نقعد بولن تقنية الفارو الفارو التحكيم انت تقدر تجيب جون تلاتة احنا كنا بنلعب تقسيمة ماتش بيترو قتلتكو ده كنا ساعات منخش جوه المرمى وضعنا هدف غير طبيعية فيها طبعا نوع من عدم التوفيق وفيها نوع برضو من عدم التركيز ما تكون منفرد وتحط الكرة ازاي مرة واثنين وثلاتة انا بالوم المدير الفني وبالوم اللعيبة اخواتي بدون زعل اتمنى الماتش اللي جاي تركزوا تركزوا لان يمكن الدوري بيبعد هنحاول لكن لازم تركزوا تاخدوا بطولة الجيل ده واتمنى اتمنى وانا متأكد ان المجلس الحالي ورئاسة المشتر المتضى منصور في وجود امير واحمد وكل الناس اللي موجودة المحترمة يشتغلوا على ملف الكورة كويس جدا نادي الزمالك طوال خمس ست سنين كان مليان محتاج انشاءات ومحتاج معرفش ايه نادي الزمالك في مئة عقبة خلاص لكن ممكن اه نشتغل على ستة اكتوبر لكن دلوقتي دلوقتي فرقة الكورة والفرقة الرياضية هي اللي محتاجة دعم هي اللي محتاجة تغيير هي اللي محتاجة تصليح احنا احنا عدنا مشاكل كتيرة جدا فرقة الكورة دي لازم العقود اللي عيبة تتجدد لازم الوضع يتغير لازم يكون الوضع اكفر استقرارا لو كنا احنا مش قابلين ده قبل كده بسبب لجان مؤقتة لابد ان احنا بقى مع عودة المصرار المرتضى ومجلسه ان لازم الفترة الشهر اللي جاي ده نشوف حاجات جديدة ونشوف تعاقدات ونشوف لعيبة ونشوف طريق حامد ونشوف بديل لطريق حامد احنا عايزين اتنين تلاتة في المكان ده يا جماعة طريق حامد غاب غاب نص الملعب طريق حامد غاب الفرقة بقت عادي اللي جوان والفرص علينا كده واهداف كده سهلة سواء في افريقيا او في الدولي على المهم انا اسف ان انا رغيت كتير مرة واثنين وثلاثة انا بشكر كل الناس اللي يعني طمنت علي وان شاء الله خير وتعالوا نطلع لفاصل ونبتدي حلقتنا النهاردة عندنا الكابتن جمال حمزة المواحد من اللعيبة الحريف هنتكلم اكيد على مطشاط الزمالي كل بيحصل وعندنا في الجزء التاني ماهر جنينا واطلالة على دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية وكل المطشاط اللي اتلعبت وكل النتائج مع ماهر جنينا في الجزء التاني ان شاء الله اقعد روح في اي حتة خليكم مع برنامج زمال كاوي يلا بنا ورجعنا لكم مرة اخرى طيب ميستر كارتيرون بيقول ان احنا لا نستحق الهزيمة دي من وجهة نظره وقال سهل جدا ان ما نتغلب الناس تتكلم على السلبيات وما بيتكلموش على وصولنا لأكتر من 32 مرة في مطش بيترو اتلتكو قال لك طبيعي ان انا اعمل التشكيل كده خصوصا ان انا عايز ادي راحة للعيبة الدولية بعد ما رجعوا من المنتخب ولعبوا مطش اتلتكو فلازم اديهم راحة خصوصا ان احنا عندنا مطش بعديها ب3 ايام وقال ان تغيير يوسف اوباما ليس له علاقة بالفنيات هو قرار طبي تم تغيير يوسف اوباما بقرار طبي معنى كده ان يوسف اوباما عنده اصابة طالما ده تصريح مستر كارتيرون قال كمان ان مشكلتنا في الشق الدفاعي ما عندناش مشكلة في الوصول للمرمى وقال ان احنا لا نستحق الهزيمة من السموحة ابدا وان احنا كان عندنا فرص ما جبناهاش وان برضو من عيوبنا هي الوصول للمرمى وضياع الفرص السهلة وهنشتغل على ده وقال ان نتكلم مع العيبة وقال لهم ان الاهم ان احنا نلم نفسنا الفترة اللي جاية ونشتغل اكتر عشان نستعيد الانتصارات مرة اخرى وقال ان هو غير راضي عن اداء الفريق في مباراة النهاردة ده كلام مستر كارتيرون عن اللقاء ويمكن انا كلمت معاكم في البداية انا غير راضي وكمهور الزمالك العظيم غير راضي عن بداية اللقاء التشكيل اللي اتحط لو انت عايز كلام مستر كارتيرون اي رايح اللعيبة طب ما انت نزلت عشرف بن شرق الشوت التاني ونزلت امام عشور الشوت التاني ونزلت مين تاني يا جماعة يعني نزل لعيبة كتير الشوت التاني وبعدين المتشاط سموحة دي مش متشاط يعني متعبة اوي يعني مش مجهدة اوي للدرجة دي يعني انت برضو استعنت باللعيبة ونزلت زيزو ونزلت زيزو الشوت التاني يعني كان لكن في اخطاء واضحة وعندنا مشاكل محترامي المستر كارتيرون مرة واثنين وثلاثة عبدالله جمعة لا يلعب باكرايت انا عمري ما شفت لاعب اشول بمعنى كلمة اشول ورجله اليمين اساسا مش موجود يعني هو يعني فيه اشول فيه واحد اشول بلعب بيمينه هو عبدالله ما لعبش مينه خالص ما بلعبش غير بالشماله بس فاجأ لعبه باكرايت وبعد كده جربته مرة واثنين والمرتين لقلت عادلنا ماتش واتغلبنا ماتش وكنا وحشين جدا وجربوا كمان في كاس الرابطة ماتش تالت النهاردة بيحطوا الماتش الرابع يعني عنده حمزة المسلوسي وحمزة المسلوسي مش مجهد وما لعبش كتير يعني مع مع منتخب تونس معرفش يعني يعني اسلام جابر بتعتمد عليه في نص الملعب كان اسلام جابر واباما انت متخيلين يا جماعة الديفندرين بتوعنادي الزمالك اسلام جابر واباما يعني حاجة برضو لا منطقية ثم بعد كده الشهد التاني الديفندرين زيزو وامام يعني وده اللي بيدل على عدم قدرتنا على استخلاص القرى بمنتقى السرعة احنا السموحة اساسا لا حولا لها ولا قوة انا بقول لها لقوة انا لعيب قرى بقى يعني فرق عليها جدا شوات لعيبة بتلعب كده وخلاص بتتحرج لو اضغط عليها تاخد القرى في سانيتين تلاتة فيش ضغط فاللعيبة بتبصي بسهولة مفيش بنتيجي تلغط الثمانتاشر يعني الكرة اللعب اللي جاب فينا جولي الاولاني ده بتاع شوتينج ستارز ده النجيري ده ده وصل عدى 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 وهو بيشوت الكرة كرة عالية فرحت لابسة في وش رجله رحت على شمال عواد يعني خدمته كمان لكن انت سايبه ويرقص ويعدي وجايلك من الوينج رايت ويعدي ويعدي وكمان جات على رجله الشمال اللي هو ما بيشوتش بيها اللي بست بالصدفة ودخلت وانت قابليها مضيعة كرة لشيكابالا ومضيعة كرة لرزاق سي سي ومضيعة كرة لرزاق سي سي تاني يعني صراحة والاباما يعني صراحة الفرقة النهاردة لا فيه تقصير من المدير الفني وفيه تقصير من اللعبة طيب نروح لخبر اخر وهو عمل لغط يعني يمكن انا عايزة اشكر كابتن شاوي غريب كمان ان هو اكلمني او بعتلي اتطمن علي لكن اتحاد القرى المصري برئاسة الاستاذ جمال العلام قرر توجيه الشكر لكابتن شاوي غريب انتوا عارفين كابتن شاوي غريب بعد ما خد بطولة افريقيا تحت 3 عشرين سنة ثم صافر لدورة توكيو ثم احمد مجاهد عينه قبل ما يمشي على طول فكان الموضوع تعين كابتن شاوي غريب وجهازه عمل لغط كبير جدا جدا وكان يعني فيه نوع من الاستغراب وسوئل في ذاك الوقت احمد مجاهد ليه ومعرفش ايه لانه وافق على انه يقل راتبه من خمسمية المتين وخمسين وكأنه يعني ده القرار تعيين كابتن شاوي غريب مش عشان كفقته مثلا لا ده عشان هو تنازل عن نص راتبه كلام غير منطقي وكابتن شاوي غريب قيمة وقامة كبيرة جدا وعمل شغله كويس جدا وخد بطولة افريقيا لكن كان من الافضل ان حتى لوضعية كابتن شاوي غريب وقيمته كمدير فني وكلاعب انه برضو ما تحطوش في الوضع ده ان انت قبل ما تمشي بتلات اربعة ايام يا احمد يا مجاهد تعين كابتن شاوي غريب عشان تحط يعني ايه كمحدش ده ويجي المجلس الجديد بعدها بشهر وبعد كاس الأمم يشيل كابتن شاوي غريب وجهزه الفني فيه كلام كتير على كابتن شاوي غريب مين اللي هيكون يخلف كابتن شاوي غريب او يكون المدير الفني بعد رحيل كابتن شاوي غريب كلام على ترشيح علي ماهر كمان كابتن اصامع فتاح كابتن اصامع فتاح كان فيه كلام قوي جدا على رحيله وتعيين كابتن ياسر عبد الرقوف كرئيس للجنة الحكام وكان خلاص قابقى وسينة وقدنى من تعيين كابتن ياسر عبد الرقوف رئيسا للجنة الحكام ولكن كابتن اصامع فتاح بقى فيه مكانه وابتدى بقى القيل والقال السيد جمال علامة صلوه صعيدي وجدع السيد ابول يافة صعيدي وعصامع فتاح من صعيد وما ينفعش كلام يتقال من هذا القبيل لكن احقاقا للحق كابتن اصامع فتاح قيمة وقامة كبيرة جدا ومدير فني قدير وكبير والقصة مش صعيد ولا وجه ولا بحري ولا لا القصة هي الكفاءة كابتن اصام يعني رئيس لجنة حكام كف وعنده خبرات ومحاضر وكابتن ياسر عبد الرقوف لو كان تواجد انا اثق في كابتن ياسر عبد الرقوف شخصية متزنة جدا وشخصية عادلة جدا ويمكن كنا هنزعل شوية لانه كان هتركنا هنا لكن في النهاية كل شيء نصيب بقاء كابتن اصامع فتاح اللي بتمناله كل التوفيق فترة اللي جاية ان شاء الله كمان مجلس ادارة قرر اقالة وجيه احمد وعزب حجاب من لجنة حكام يعني بالعربي كده هم قالوا كابتن عصام كابتن عصام هتقعد بس كابتن وجيه وكابتن عزب مش هيبقوا معاك هم بقالهم فترة كبيرة جدا وكانوا بيعملوا مع كابتن احمد مجاهد فترة كبيرة جدا وبالتالي انت هتيجي واحنا اللي هنقلهم عشان انت بريستيجك او وضعك او دول اصدقائك هيبقى شكلك وحش لو جيت ومشيتهم لا احنا اللي هنمشيهم وهنكلفك انت من غير ما تجيبهم هما فده اللي حصل بالزبط من اتحاد الكرة المصري نروح بقى الخبر مهم جدا وهو خبر غريب احنا المفروض هنلعب يوم 24 في مصر في استاد القاهرة ونلعب يوم 29 في السنغال طبيع ومنطقي خمس ايام ما بين المطشين ده حاجة كويسة جدا از نفاجأ ان المطش مصر بدل 24 بقى 25 وبدل السنغال بدل ما تختار 29 اختار 28 يعني مصر تلعب يوم 25 مع السنغال مباراة الذهاب وبعد كهة 26 27 يعني نسافر تاني يوم 26 27 ومطش 28 يعني بعد يومين يومين راحة فقط فطبعا مصر بتخاطب اتحاد الافريقي لتأجيل مباراة العودة او الفيفا سوري لتأجيل مباراة العودة يوم واحد فقط لان القصة مش زي اوروبا احنا مش اوروبا جماعة مش اوروبا بننتقل بالباص ولا ننتقل بطيارة ساعة ولا ساعة ونص لا ده صفر طويل جد سنغال بايدا جدا على فكرة ومشور ابن لزينة الطيارة حتى تاخد لها بتاع 6 ساعات فمشور جاء وبعد كده والطرق يعني الدنيا ولسه بتلعب يوم 24 يمكن كمان عايز اقولك اللي هيبقى متعب اكتر السنغاليين لان لعبة السنغال جاي من اوروبا فهيجوا من اوروبا على مصر خمس ساعات وبعد كده يبقى هم سافروا هو خمس ساعات هيخلصوا ماشي الزهاب يرجعوا ست ساعات غير اللعبة المصريين خصوصا اللي بلعبوا في مصر يعني اه بي اه اه اللي بيحصل هم بيجوا هايسافروا مرة واحدة يعني احنا هنبقى مورات الزهاب على ارضنا مش هنسافر هنسافر بعدها بيومين السنغال لكن هم رايح جاي وبالتالي وثلاث تيام صعب جدا ماتشين وراء بعض في ماتشات تقيلة يعني ماتشين تقال ماتشين بيحددوا مصير بلد توصل كاس العالم فعالطبيعة والمنطقة على الاقل يكون الفارق الزمني اقل حاجة 4 تيام يعني مثلا كان ممكن يتليعب 24 و28 او 25 و29 بعد ما كانت 24 و29 فارق خمس تيام يبقى فارق اربع تيام على الاقل عشان يكون في مباراة كبيرة ومحترمة بين الفرقتين ونعطي لكل فريق حقه في الراحة وفي تعب السفر والتنقلات الصعبة جدا في القرى السمراء جمال علام مشرفا على المنتخب الاول وهي ترقص بعثة الفراعنة في السنغال طبعا دي اهم بعثة ممكن واحد يترقصها وهي رئيس بعثة مصر في السنغال المباراة التي من خلالها سيتم تحديد من سيصعد لكأس العالم بقطر مصر الضيفة ولا السنغال صاحبة الارض في مباراة الاياب او مباراة العودة كل التوفية رب المصر باذن واحد احد تحاد الكرة يؤجل حسم مصير كأس مصر برضو لسه في مماطلة مماطلة في كأس مصر اللي فات محدش عايز ياخد قرار بالالغاء ولا حد عايز ياخد قرار بالابقاء على المسابقة سايبين الموضوع عايم جدا وكأنه يعني حاجة كارثية لكن من الواضح جدا اللي وصلي انا ان البطولة دي لا يمكن تلعب هما مش لايين اماكن لمطشاط الرابطة مش لايين اماكن لمطشاط الدوري مش لايين اماكن لكأس مصر الجديدة يعني مش لايين اماكن لمطشاط دوري ابطال افريقيا لكل الفرق اللي بتشارك الاربعة يعني مش لايين اماكن لمطش السنغال رايح جاي هنلعب امتى وفين والوقت ايه بتاع بطولة كأس مصر اللي فاتت كما تم تعيين كابتن مجدي الشيخ رئيسا لمسابقات القسم التاني وتكليف خالد كامل بتولي منصب مدير ادارة المسابقات كابتن خالد كامل كان هو رئيس لجنة المسابقات بقى مدير وبقى رئيس اللجنة مجدي الشيخ طبعا الانتخابات يا جماعة اما بيجي اشخاص جدد بيكون عندهم ثقة في ناس تانية وبيضو الفرصة لناس تانية غير الناس اللي كانت موجودة اللي كانت بتعمل مع الاستاذ احمد مجهد قرر كمان اتحاد القرى مصري اقامة دوري القسم التاني من مجموعة واحدة موسم 20-23 على ان تكون القائمة من 24 فريق سمعنا الكلام ده كتير ويمكن سمعنا الكلام ده من 5 سنين ان الدوري القسم التاني هيكون 18 فريق وانه هيزاع على الهواء مباشرة وانه احنا لازم نبقى زي كل الدول في العالم القسم التاني يكون زي القسم الاول يعني القسم الاول 18 فريق لازم القسم التاني يكون 18 فريق زيه وده موجود في فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا وفي اسبانيا وفي كل حتة لكن القوة الانتخابات والصوت خلى الوضع على ما هو عليه ولم يتم التغيير هل ده هيحصل 20-23 ولا هو برضو مجرد اقتراح او مجرد كلام سينتهي بمرور الزمن يعني نتمنى يا رب لانه ده من مصطحة الكرة في مصر كمان تقرر تكليف كابتن محمد بركات وكابتن حازم امام بملف الكرة الموحدة الذي ستم اللعب بيها في الدوري كرة موحدة يعني كرة في اي دوري في العالم بيكون فيه كرة موحدة بيتلعب بيها كل مطشاط الدوري ده في اي دوري في العالم وبيعلن كمان عن الكرة الموحدة دي قبل بداية اي مسابقة وحازم وبركات من اللعيبة اللعيبة المميزة جدا واللعيبة اللي عندهم افكار اتمنى ان شاء الله ان ده ينفذ لان قيمة الدوري المصري شفنا مصر ويبتصل لنهاء كأس الامم الافريقية وقيمة الدوري وقيمة اللعيبة اللي بتلعب في الدوري لازم نعلي من شأن الدوري بتاعنا في كل حاجة تعليق واخراج وملاعب وتصوير وتحكيم وتقنية فار وكرة موحدة وشعار للدوري معروف وحاجة يعني وانتظام مسابقة لازم الدوري بقى قيمة لان قيمة مصر قيمة كبيرة جدا 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 دي كانت كل حاجة عندنا في البداية تعالوا نطلع لفاصل ونستقبل بعديها الكابتن الكبير كابتن جماعة الحمزة يلا بينا لقب عزيز وثمين على قلوب جماهير نادي الزمالك والذي حققه فريق الكرة الاول بالنادي موسم 1992-1993 بعناق الدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق وتوج الزمالك بلقب الدوري في موسم 1992-1993 تحت قيادة مديره الفني ديف مكاي ومساعده فاروق جعفر بعد موسم اكثر من رائع لاصحاب الرداء الابيض وحصد نجوم ميت عقبى خمس واربعين نقطة منحتهم اللقب عن جدارة بفارق ست نقاط عن الغريم التقليدي الاهلي وخاض الفارس الابيض ستا وعشرين مباراة في دوري 93 حقق خلالهم عشرين فوزا وخمس تعادلات ولم ينل سوى هزيمة واحدة حيث وعزف أبناء مدرسة الفني والهندسة مع زوفات كروية داخل المستطيل الأخضر على مدار مباريات الموسم وكان الزمالك والأقوى هجوما خلال ذلك الموسم بتسجيل مهاجمه واحدا وخمسين هدفا في مقدمتهم النجم الفلسطيني مصطفى نجم صاحب الأحد عشر هدفا كذلك إيمان ويل أمونيكي وأيمان منصور صاحبي الأهداف التسعة لكل منهما كما كان الدفاع الأبيض حديديا ونال لقب الأقوى بأحد عشر هدفا فقط زاروا شباك الفريق على مدار الموسم وشهدت تشكيلة الزمالك في موسم 1992-1993 كوكب من النجوم على رأسهم الحارسين حسين السيد ونادر السيد والخط الخلف المميز الذي ضم كل من أحمد رمزي وأشرف آسم وحسين عبداللطيف وهشام يكن ونبيل محمود وسام الشيشيني وتامر عبد الحميد ونجوم الوسط إسماعيل يوسف وخالد الغندور ورضا عبد العال وعصام مرعي والقناصين مصطفى نجم وأيمان منصور وإيمان ويل أمونيكي ومصطفى إبراهيم وجمال عبد الحميد ورجعنا لكم مرة أخرى طيب عايز أرحب كابتن كبير كابتن جمال حمزة بس كنت أتمنى أقابله في وقت غير كده يعني آه والله إزاي كابتن جمال إزاي كابتن خالد عمل إيه براك إيه الحمد لله على سلام الله يسلمك بوس يا جماعة أنا الطيارة بتاعتي وصلت النهاردة الساعة خمسة فبأكلم واحد صاحبي أول منزلت الطيارة على طول بقوله التشكيل مين صاحبي زمالكا وجامد محمد علي اسمه محمد علي فقال لي مش هتصدق قلت لي مش هتصدق لي يعني التشكيل مين قال لي بدأ بعبد الشافي وبعواد وبعبد غني ومحمود علاء وبعبد الله جمع بكرايت بإسلام جمال إسلام جابر وأباما تنين ديفندر وأنجم وشكبالة وسيسي وعمر سعيد قلت له إيه ده هو عامل كده ليه ده دمراحة اللعبة كلها ده مغير كل فرقة على ماتش اللي فات قال ما هو يظهر هو عامل كده عشان خاطر عشان خاطر ماتش الأفريقيا اللي جاي عايز يرايح اللعبة طب ما إحنا كده ما ينفعش كده يعني إحنا بديين بتغيير كامل والمجموعة دي مش كابتلع في كاس الرابطة صح؟ الأغلب يعني أغلبية الأغلبية الأغلبية كابتلع في كاس الرابطة صح أو لا شي عبدالله كان موجود وعواد موجود ومحمد عبدالغاني موجود ورزق جيسي موجود محمود علاء بس محمود علاء ما كانش موجود يعني معظم اللعين وناش موجود شي كابتلع كان موجود يعني في الآخر أه ماشي يعني أه ماشي ف ف رؤيت ربنا أسطر المهم روح تفاتح على الموبايل اللي ماتش عاد تتفرج شط أولاني سموحها ما جاتش وجون طبعا في لغط كبير لا مش حدش عارف آآ على غاية دلوقتي مش مش أدري حدد بصراحة آآ مش أدري التصوير بالإعادات بال 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 يعني زوايا الكورة مع زوايا التصوير ما تقولش انك أعد متقدم صح؟ مش هتوال يا جماعة كورة دي يعني أنا مش أدري حدد بصراحة على غاية دلوقتي مش أدري حدد هل هي أوفصايد ولا مش أوفصايد النقطة تحول آآ طبعا فابتدى الشوت التاني آآ يغير ويبقيت ينزل لعيبة الأساسية وفخطفنا جون كده فجأة وبعد كده ضرب الجزاء ما لهاش أي لازمة وخلاص المطش انتهى فجأة كده بصك المطش ما تخسروش أبدا يعني بصك اتنخالد طالما أنا كمدرب مش محضر للمباراة كويس وطالما أنا كمدير فني مدي أحاء للعيبة ده اللي وصل للمكالمة بتاعت صاحبك اللي انت لسه كنت بتتكلم فيها انه صاحبك اللي هو قاعد في البيت وعرف من التشكيل انه هو مركز في مباراة أفريقيا ده هو ده ده الاحساس اللي وصله ما بقى لك بقى باللعيبة اللي معاه يبقى اللعيبة حسة الاحساس ده ولا لأ صحيح وصل للاحساس انه المباراة اللي جاية بتاعت أفريقيا هي الأهم ان المباراة دي مش مهمة وهو ده اللي احنا شفناها مثلا السردباكين مع عبدالشافي ممكن دول اللي يكونوا بيلعبوا في مكانهم بقيت اللعيبة كلها احنا مش عارفين اما كانها عبدالله جمعة برضو مصمم على عبدالله جمعة كابا كرايت ايه اللي استفادة من عبدالله جمعة ناحية اليمين مش عارف يعني جربتها مرتين مرة في كاس الرابطة ومرة في قدام الاسماعيلي فشلت فشل زريع بتظلم عبدالله جمعة وفي نفس الوقت ما بتاخدش منه انتاج فليه التصميم على عبدالله جمعة انه بيلعب بقرايت دي اول حاجة تاني حاجة انت بتلعب بنص ملعب لا اوباما ديفندر ولا اسلام جابر ديفندر تمام كده شيكابالا وقوناجم طول المباراة اللي اتنين واقفين قوناجم وقف قدام وشيكابالا واقف وراه ناحية اليمين ده مش مش كنت شايف كده رزا سيسيل واحده فوادي الواحده تاني خالص الناحية التانية وشوية بيقرب له عبدالشافي عمر السعيد برضو بيلعب في حتة اللي واحده خالص احنا عندنا مشكلة بقت في الرقم عشرة انه دايما شيكابالا بيروح ناحية اليمين لانه على عدلته طب لما شيكابالا راح ناحية اليمين كزا مرة وسبت بقى هنا طب ما انت يتكلم اوناجم تخش الجوة يا اما تجيب رزا السي هو اللي تحت عمر السعيد وتودي اوناجم ناحية الشمال يا اما تغير واحد فيهم انت اكيد كنت شايف يعني كاكرترون انت اكيد كنت شايف نزلت زيزو الاول ونزلت امام عشور في نص الملعب وبعدين رحت موادي زيزو ناحية اليمين وبعدين رحت مدخله في القلب وبعدين رحت موادي رزا السي ناحية اليمين عشان تنزل بن شارقي وجدت شكابالا في القلب وجدت مش شايف مين في ايه ده ايه ده ايه اللخبطة دي كلها يعني كم اللخبطة دي كلها هل متوقع انه اللعيبة هتقدي كويس وان احنا نكسب مبارزة دي? مستحيل. مستحيل. مبدئيا من اول المبارزة هي ما بقولك كده. اول ما هتشوف التشكيل. كلنا قلنا لا ده الراجل مركز في ماتشة افريقيا اللي جاي. طب ماتشات الدور اللي لسه ما بدأش ده. هو من الواضح كده. لسه ما بدأش. من الواضح كده انه بيلعب على افريقيا. لأ هو في حاجة اسمها كده. او الله. لأ ما فيش حاجة ما كده. لأ ما ينفعش. انا بقى خليني بقى وقعين شوية بقى. انت كده تاخد دوي? بالشكل اللي هو بيعملو ده لأ طبعا. طبعا لا. انت لسه. انت كده ممكن كمان ما تخدش مركز تاني. انا بقولك انت لو انت مركز. انت كده كمان انت عايز تروح دور الابطال يعني على الاقل بتبقى اول او تاني. انت كده بالمنظر ده لأ. بالزبط. منظر ده عايز تلعب على دور الابطال السنة دي. وبعدين حضراتك كنت مركز في في افريقيا. طبعا انت المطشة اللي فات برضو كده الزمالك كان وحش جدا. ما برضو. مع نفس القصة. طب معلش هسألك حاجة. انا دلوقتي الزمالك وحش بقاله فترة كبيرة جدا. طبعا. يعني اقولك حاجة. اما الزمالك يتغلب تلاتة صفر من غزل المحلة هنا. اما الزمالك يتغلب. انا تتكلم على كاس الرابط. اه طبعا. اما الزمالك يتغلب من آآ آآ غزل محلة تلاتة صفر. ازمالك يتغلب من فرقه اتنين صفر. ام. ازمالك يتغلب من طلاع الجيش واحد صفر. ازمالك يتغلب من بيترو اتلقه اتنين صفر مع كاية اتنين اتنين. ازمالك يتغلب من سموحة اتنين صفر. في ايه? لا في حاجة غلط. في حاجة غلط طبعا. في حاجة غلط من الجهاز الفني. ايه كمية الاهدار. لا لا لا. من الجهاز الفني. الاول من الجهاز الفني مش لعيبة لأ اللعيبة آه عليها دور بس الدور الاجبر الجهاز الفني كان تيرون مش مركز في الدوري وما كانش مركز في الربطة كان عايز يكشف اللعيبة اللي كانت معاه في كاسر الربطة عشان محدش يتكلم او يبقى هما عادين احتياطي وهما مقتنعين لو بتتكلم على النتائج بتاع الكاسر الربطة انت كان معاكش حداشر لعيب او عشر لعيبة الاسمين بتوعك مش موجودين الماتشات بتاعت الماتش بتاع افريقيا وماتش النهاردة انت ماتش النهاردة يعتبر بتلعبه زي ما انا قلت وحضراتك لسه ايل بتشكيلة كاسر الربطة اللي هي فشلت فشل زريعة فكررت نفس السيناريو بتاع كاسر الربطة طيب انا عايز اقول حاجة ومحدش يزعب ماني انا دلوقتي من ساعة ما المصرار متضر يجع من ايام قبل ما يتم انتخابه فابتدت الناس ها كارتيرون هيبقى ايه السم ممشي ومشار المرتضى رجع وهو قال له لو حسين لبيب موجود انا قاعد فلو رجع انا هامشي الكلام اللي كنا بنسمعه صح ولا لا فجي المشار المرتضى وعادي يقول لها جماعة انا مش همشي واحد ناجح اللي هو وجيه في المؤتمر الصحفي امبارح قال لك كارتيرون باقي واللعيبة ما كانش عندها حظ ولا توفيف المطش اللي فات صح ولا لا ويجي كارتيرون كل شهر يبعت انذار اللي ابدت اخر يومين اللي ابدت اخر نص ساعة اللي ابدت اخر تلات تلات دقايق فالروح اللي موجودة دي معنا انا برضو الروح دي بتنطبع اه اكيد تطبع على اللعيبة وتطبع على الجيل فني انا لو لو الروح دي لو وصلة للجمهور فالقصة كده هتفضل صعبة هيبقى كل واحد بقى على حسب النتيجة وده وده يدي انذار وده جدد الثقة وده يعني يفهم وده كل واحد بقى التاني والجمهور مركز لا بس كابتن خالد برضو خلينا نتكلم بصراحة اه المشكلة دلوقتي عند كارتيرون. طيب معالش يا جمال اوكابتن حمد عبر لطيف عزيزيزي من مداخلة معنا لانه اكيد مستاقอย من اللي حصل برضو. جدا. كابتن حمد ازايك? عحمد الله على السلامة. الله السلامة الكابتن حمد. حبيبة كابتن حمد. بص يا خالد понравقة احنا من بداية الموسم واحنا مش كويسين. خلا نتكلم كده بالمنطج والواقع. اه. احنالاعيتنا حمدر دوري كصير نلاتسين وتعديدنا مجرس. ماشي. صح كسر ربطة مستفنداش منع خالص من ماء مقتش تبيترو اتلتك يمكن الشوف الثاني بس كنا كويسين لكن احنا طول المبارعة برضو كان اداء نحن مش كويس رغم انك لا بنلعب باللعيبة الاسفية النهاردة طبعا خبئت زي معظم الناس الزمن الكوية بتشكيل القريب جدا 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 يا جماعة للشوف الدوري مهمة وانت النهاردة لو كنت كنت عتبقى في المركز الاول وانت ضرر اننا بيبقى احليل عمالصات ونتكلم كده واقعيا يعني مش معقولة غالي ان نفسش على العيبة يا خالي والمارس بقى القياس لا والعيبة مش اماكنها كمان يا كابتن يعني ما يفعش انا اقلقى اوباما واسلام جابر اتنين ديفندر وعبدالله جمعة باكرايت ما احنا نتكلمنا في الموضوع نكتير والله خالي برضو كورونا احنا عادي تبدلون ده معرفش هو معاني يوم انت عايز تمشي انت بتزهقنا انت عايز ايه احنا مش عاكين انت عايز ايه ماهاه ما تلعب ماتش النهارة باللعاب الاسطية وعندك مسافرين بط cooperation لكن بعد اربعة ايام يعني مش مش مستفرين بااا بكمان مش راحين اه مش راحين يوم السبتي ده اللعب منتخب السنغال ده راحين لعب ف concentrating تغلب الثلاثة صفر من الوداء كمان اربعة تيام وكمان اربعة تيام يعني ومسافر في تعارفangel مش مسافر بكرة يعني ايه لازم يبقى قدق فيه الناس تقول لكم هم هم نفس اللعيب سهى كابتن غياب طريق حمد غياب مؤسر كده للدرجة دي ماشي مؤسر بس يعني مش المفروض ان احنا نلعب خمس ست مطشط من غير طريق حمد نتغلبهم كلهم كعفقة كنا منلعب من غير طريق حمد وبنكسب برضو في مطشط السنة الفاتت يعني كانت الروح موجودة كانت الروح موجودة وكانت اللعيب المتقدي لكن دلوقتي لا ترص يا خدد لا فيه ادايا كويس ولا فيه روح ولا فيه مكسب احنا المتقش اللي فات بتاع بيته بقى ثلاثة وتكلمنا قولنا الشوط الثاني وبتاع قدينا بس برضو كنت في المحصلة النهائية ايه ما انت اتعادل يعني انت حاطنا اتنين بيته في الاخر فرقة زي دي ده جابت فيه جنين في استاد القاهرة اه ورجعت تاني النهاردة برضو كنشت كلام شموحة والتشكلات الغريبة اللي موجودة وما فيش روح وما فيش اداة فبرضو مش عايت اقول الراجل كردون طبعا ببطان مليون في المائة لكن فيه لعيبة برضو ما بتقديش يعني هي مسؤولية مشتركة لكن لازم يبقى فيه حل لان لو خد النازل الزمالك على كده الزمالك مش حينافس لا هنا ولا هنا انت قلت اللي ملعبت في لعيبة المارضة عشان من اطراقها لا ده الاستاؤل مهم ده اطراقها مهمة صحيح احسن من فرق تجراء ضياء مثل غير مع مالكت حتى حساب بعدين كابتن حمادة عايزة افكر حضرتك بحاجة هو في كاسر رابطة لما قال في المؤتمر الصحفي ان انا اديت فرص للعيبة في كاسر رابطة هاي وعملت التشكيل ده وما ادوش وعندنا تسعة لعيبة غايبة اه وعندنا تسعة لعيبة اما انت رجعت لعيبته بنفس التشكيلة بتاع الكاسر رابط رجعتني لعيبهم بالزبط طب قال لأ طب انت كنت بت يعني مش عاجبينك في كاسر رابطة تيجي تلعبهم في الدوري بص يا خالد بص يا جمال هو الرجل بيعاند الرجل في قرار في دماغه الرجل بيتحقنا بكلمك بكل صراحة ومتعرف بكلمك بصراحة لازم يبقى في حل تريع لان رفضلنا على التأليفات والاخراج اللي بيعمره كسر وكل ماتش وتغير المراكز وتغير والطريقة وبيتلع لا والنهاردة مفيش حد مفيش حد يلعب بيغير تسعة لعيبة ابدا 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 لا يمكن يعني ممكن تغير بصلا جزيري بعمر السعيد ماشي فهم عظي اه اقول يعني ماشي لو غيرت واحد او اتنين تلاتة ماشي قول عواد بابو جبل ماشي لو فاتوهب عبدالشافي ماشي ماشي اه تلاتة كويس اوي بص يا خالد بص يا جمال لو وينش مثلا عبغاني استراح ومحمود علاء دخل مع الوينش ماشي ماشي بص يا خالد في نقطة مهمة اوي كمان محدش اتكلم فيها انت ليه دا بحث اللعيب انت ناشي ماجد هاني يعني انت مثلا مارده مطلعه بره الاسكور خالد يعني ماشي البات لعبته ولا ماشي مكانش واحيش ولا ماشي بسراك ريتكو وقلنا عشان تغيير تكيك لو مكانش يبتدي بي برضو يا كابتن حد ما انت لو ما انت بدأت بيه تموته بقى بعد كده ما كانش يبتدي بيه يا كابتن ماشي بس ما هو ما فيش يبتدي بناشي كده خليني بس اتشلم انا دقيقة وانتو ليكو المترنمال دي او حد انتو برضو اتباحت ولد ازا يلوت والنهاردة بتكيله بالقايمة خالص هو المسلوسي تب انت بتلعبهم بنان على ايه وبتكيلهم بنان على ايه انت عندكش معايير فقد انت بتلعب فلان دي وبتكيله دي ببعد ماشي تناس اربع تيام انت بتعمل فلالية بالاسف بالاسف يقال مسلوسي مصاب مسلوسي مصاب وحازم مصاب حتى ماجد هالي مصاب ممكن يلعب محمد طارق بكرايت لو انت عايز تبتدي بقى بكرايت تلعب محمد طارق انا يبدأ بالناشئ محمد طارق على الالت عبدالله جمع عشان ما نسلموش مش مكانه هزا مكانه ولا عدلته ولا انت ليه بتقلف كده اذا بيقلف ولا خصص بس بس من الواضح برضا يا كابتن طاري احنا كابتن حمد احنا عندنا مشكلة انا كنت اقولت كابتن طارق ليه عشان طارق حامد عندنا مشكلة ان احنا عندنا اماكن مش موجودة يعني اماكن تلازم يكون عندك اتنين تلاتة رقم ستة على اتنين رقم تمانية انت وفقيت اقول الولد برضو حامد علاء اللي راح سموحها ده مهوتفندر وكويس جدا يعني عايز برضو عايز اتنين تلاتة تلاتة اربعة يعني كان عندك فرجاني وطارق حامد في الحتة دي فهم اصد؟ قالت تلمت كده صح عشرة من عشرة احنا استخدنا نص ملعبنا كان قوي جدا بوجود طارق ووجود فرجاني وما فرجاني برضو تمشي امام عشور خدمتشاته بقى كويس لكن طارق حامد برضو فنص فرقة نادي الزمالك كان فعيا خلينا نتكلم بأمانة وذيابه لتأسير قوي جدا تب افرد طارق حامد ده بطل كورة يعني لازم يجيب حد في المكان ده او حد يبقى كويس لازم فخط الوسط وفي صناعة اللعبة كمان لان برضو احنا فارق معاني او فرجاني سايسة تحلي بالك الناس وتقولك ما فرقش وسبنا وباعنا او مش عارف انا بتكلم ككورة بالوقت كلعيب كورة كان بيحلي لك حاجات كدير جدا في نص الملعب وخانطرق الدفاعية بينظم لك الدفاع لكن صنة الزبالك لازم وقش الجاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا ما هو في افروكي هو عايز افروكي هو الراجل بيلعب الافروكي هو الراجل مش فرق معاه دوري هو قالك انا خدت الدوري السنة اللي فاتت انا عايز اخد افروكي فا انا بقولك تفكير الراجل يا كابتن يا كابتن ده مش اول مرة تحصل يا كابتن انا فاكر السنة اللي فاتت برضو كان عندنا مطش مصر نادي مصر راح معاعد الفرقة كلها وقالك عشان مطش الاهلي اللي بعديه تعادلنا مطش مصر وقسمنا الاهلي فاكر 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 بس برضو كل ده غلط في حاجة اسمها اللعيب الاساسي وفي حاجة اسمها اللعيب بديل وعمر ما البديل حيبق اساسي وعمر ما الاساسي المميز حيبق بديل اللعيب الاساسي اللي بتكسبك لازم تبدأ من البداية انا مش عايز هايوا نادي الموس الابلي فات او عشان استنتع بالحلقة بتاع تتحارض الحمد لله على خدمتك بالتحيات لجملات همد حبيب يا كابتل حمد شكرا حبيب يا كابتل يعني بالعقل كده انت عادت في كاس الرابطة لعبنا خمس مباريات تعتقد ساعة تهيلي خمس مباريات طب انا القول لك حاجة ما اكن خلى كمان كيروش كن العبنا اربع متشاط مئة عشرين دياه كان رايح اللعيبة بقى غير مسلا ستة سبعة اهو مش خـ ناقص انت اللي مولت يعني بقني انت ككارتيرون انت اللي قلت ان اللعيبة دي ينفع تبقى لعيبة بودلة هو اللي قال مش احنا يا باش انت هتلعب تلات مطشاط وهداخد ست ايام اجازة بعدين بالضبط فانت قلت ان فانت قلت ان التشكيل ده مش ده تشكيل الزمالك هو اللي قال في المؤتمر الصحفي في لعيبة كتير عندنا عشر لعيبة الدوليين سواء في المنتخب مصر او المنتخبات الاخرى مش موجودين لاما هيبقوا موجودين الاداء هيتغير وهم دول اللعيبة الاساسية ودول اللعيبة البودلة لانا اددت فرصة لناس وهم ما اثبتوش وجودهم طب ما انت لعبتهم تاني في الدولة ما ينفعش تقعد كل دول يعني انت عايز حتى كمان تقعد ما ينفعش مرة واحدة تقعد المسلوسي وتقعد الوينش وتقعد امام عشور وتقعد امام عشور وتقعد زيزو وتقعد سيف الجزيري وتقعد قصر بن شارقي ما ينفعش كل دول يعني قعد تلاتة مثلا وطلعت حمزة المسلوسي عبارة عشور التاني تنزل التلاتة اللي انت قعدتوه عادي بزبط لكن تبتدي بالسابعة ولا تمانية في الاقوال تسع لعيبة من المباراة اللي فاتت وغير كده وعبدالله جمع بكريت لا 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 ودفن دور اسلام جابر واباما في حاجة وده دور دلوقتي ده دور امير مرتضى اللي هو المشرف على الكورة لازم يبقى فيه اعادة مع الراجل لا الراجل لو هو فعلا دماغه زي ما انت بتقول كده كابتن خالد ان هو دماغه لا انا ما بفكر في افريقيا ومش مهم الدوري لا انت مش احنا مش في مركز شباب نادي الزمالك بيلعب على البطولات كلها تعالي اقولك حاجة يعني ما تزعلش مني برضو يعني تعالي كده مع بعض انت تعرف ان مروان حمدي ملعبش نهارة هو رمضان بكه الاتنين عندهم انزارات اقولك تشكيل سموح الهاني سليمان محمد شكري راجب نبيل احمد حكم خلد عبدالفتاح محمد عبدالعاضي محمد حليمو محمود متولي حسين فصل إليا سيليا عبدالكريم الوادي لعبة كويسة بس مش عسامي كبيرة ولعبة فيك معظمهم جداد فهم قصلي وعسامة عسامي مش معروفة قوي يعني انت لو انت بتتكلم من اللي احنا عارفينهم كناريا حليمو محمد عبدالعاطي لما كان في دجلة يعني دول اللي عارفينهم برضو مش عاملين طفرة في الكرة جميع الهاني سليمان بصراحة العيل ماش ايوه هاني سليمان لكن مش عاملين طفرة في الكور عادي يعني لأ اما انت ما تقارنش السكواد بتاع سموها بالسكواد تاع زمانك لأ انا بقولك يعني انت ما تكون بتلعب السنة اللي فاتت احمد عبدالقادر ومصطفى فتحي ورمضان بيكهم مثلا يعني يا ناصد ايه يعني اللعيبة اللي هي اللعيبة كانت مؤسرة ولا نقطنا ايوه فيه اللعيبة مؤسرة مش موجودة وكسبتهم بالضبط كان ساعة انت مصطفى فتحي جاب في الجون كسبناهم الموطشين وكسبتهم تيجي انت بغياب كل اللعيبة دي وانت معاك انت سهلت الموضوع سهلت لهم الموضوع بشكل غير طبيعي انت نص ملعبك اساسا ما معاكش طريق حد فانت المفروض انه امام عشور هو الوحيد اللي عنده الملكة بتاعة الجزئية دي وتمفروض بقى بتحط حد جنبه اللي هما يساعدوا بعض انت روح تشايل كمان امام عشور اللي عنده القدرة دي وروح تحطت اتنين وامام عنده اتنين وعشرين سنة يعني وبعاكا امام هو اللعب كتير ده ملعبش غير ماتش السنغان ملعبش الماتش اللي يعني هو مجهد في ايه بالزبط وبعدين الماتش كمان اربعة ايام مسافر بطيرة خاصة يعني طيب ما عندكش حاجة اللي هي تقول ان اللعيبها هتبقى مجهدة يعني ولعبت امام الشوت تاني كله بزبط لما كنت لعب بيش شوت وبعدين خلي بالك وانت مغلوب هتعمل مجهود مضعف صحيح غير بداية المباراة تعال نشوف كرة التسلل دي اللي حسبوها كانت برضو ممكن تغير الشكل اللي بورا نشوفها بيش كمان ان فيها صعوبة كرة دي انت شفت قعدوا فيها قدي يعني خدت بالك الحكام بالفار اللي قدت الفار قعدوا فيها قدي عارف ليه قعدوا وقت طويل جدا بقولك بيينوا ان المدافع اقرب الاول حطوا خط بيينوا المدافع اقرب يعني عزلي فاكر الخط بتاع امان عشر اه اللي هو العمل كده عمل كده وقال لك عاصام الفتاح قال لك نزلنا خط غلط غير الخط الاولاني فاكر الكرة التانية برضو الهدف اللي هو التاني لضربة الجزاء برضو كان فيها شك انا برضو انا عيじゃensed langue من الاول برضو كان فيها شك شك من الاول في اين من قبل ضربة الجزاء وهي بتتلاعب يعني لو جيبنا الههل لا لا مش ته 이� beispielsweise ولا. يا ابوها? لا لا انا شفتها. شفتها? انا شفتها مش. اه. يعني اه. لأ النهاردة اه. بدلك لمعسم اللعيبة. لعيبة كلها بصراحة في لعيبة طبعا ظلمت. وفي لعيبة الراجل ظلمها. انا شاف ان افضل واحد مثلا انا مش شفته يعني. امامي من نزل كويس. بس. تيق لي يعني. يعني الى حد ما بس. الراجل يعني ملغبة اللعيبة. يعني هل انت النهاردة تقدر ان انت تحكم على مستوى عبدالله جمع? لا حرام. والله حرام. تقدر تحكم على اسلام جابر? هو بيلعب في المكان ده. يعني اسلام بقاله فترة. اسلام يلعب بس. اسلام يلعب جنب طارق. هو لسة كنت هقول لك كده. اسلام هو هو ديفندر. وباما ديفندر جنب طارق. اه. لكن اسلام هو ديفندر. مستقبل. ايش معقول ايش عارف يقطع. وجنبه اوباما. اه. يعني اسلام جابر ومعه اوباما. يعني اتنين اساسا مو هاجمين. انت لعبتهم ديفندرين. ما هو وفيه تفندر بيبهنة. بالزبط. ما هي مستحيل. يعني انت عمرك شفت طريقة حامد في الحد دي. مستحيل طبعا. فانا شكده بقولك انت ملغبة الناس كلها. وملغبة اللعيبة. ومدي احاق للعيبة لما انا قاعدت سبع تمن لعيبة اساسيين. المباراة اللي فاتت. اروح مع عادهم النهاردة. يبقى انا بدي احاقة وبوصل رسالة للعيبة. ان المباراة النهاردة مش مهمة. نركز في مباراة افريقيا. وده غير مقبول في نادي الزمالك. طيب. جمال احنا عدينا ماش اللي جاي سجرادة. 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 سجرادة الانجولي. ويعتبر سجرادة الانجولي ده اقل فرقة. المفروض. تمام? المفروض. واحنا مشكلتنا في دورة مجموعات اللي فات. هو ماش الفريس سنغالي. ما تعدلنا هناك. البدايات. فاكر? البدايات كلها. لأ. وما تعدلت لك. بداياتك كلها وحشة. اتعدلت مع فريق سنغالي هناك. مم. وراح فريق ملدية كسب فريق سنغالي هناك. بالضبط. فاهم قاضي. وكنت متعدل على ملعبك. ملعبك ورحت كسبت ملدية هناك. اه. انت قصة ايه. انت كسبت ملدية هناك فخدت منهم تلات نقطة. مم. وهم اتعدلوا معك هنا. فهم اخدوا منك نقطة. وانت اخدت منهم اربع نقط. تمام. فاهم قاضي. ورغم ما صعدوا عليك. ليه? لان انت اتغلبت بالترجي رايح جاي. بزات. روحت متعدل على الفرق اللي هناك دي. حسنا لو كسبت الفرق اللي هناك دي صعد. بزات. فبالتالي الماتش اللي جاي ده. هو ماتش اه لا يقبل الا التلات نقط. يعني ما ينفعش تقول ايه? انا راح علعب خارج ارضي. مفيش. مفيش في قموس الكرة كده. بصك. خلاص انت فرقة تقيلة. بصك اتن خالد. احنا قلنا المرة اللي فاتت. هنا في الاستوديو بتاع اه مباراة بترو اتلتكم. الفريق اللي بيلعب على البطولة. اللي عايز ياخد البطولة. بيبان من اول ماتش. بيت ما بيدخلش فيك اهداف على ملعبك. بتكسب التلات مباريات اللي على ملعبك. انت كده معك تسعة النقط. بتحاول انت تكسب مباراة خارجية. وتتعادل مباراة. ده اللي انا اعرفه. دي الفرقة اللي هتاخد البطولة. بصد دور الابطال. بالزبط كده. يعني الكونفدرالية ممكن نتعادل او نتغلب زي اللي حصل وخدنا الكونفدرالية. بالزبط. بس الكونفدرالية اقل قوة. بالزبط كده. اه. انما على ملعبك وتبقى مغلوب اتنين صفر. وترجع تتعادل بالعافية. طب ما هو. انت بتطمع فيك الفرق اللي جاية تلعبك بعد كده. اه. دي نقطة انت بقيت فقدها خلاص. اه. القوة الجماهيرية. دلوقتي بقى انها فاطر خلاص مش موجودة. جماعة في مشكلة. فانت حتى على ملعبك بقى عندك مشكلة. في مشكلة جمال. في مشكلة والله. يعني انا 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 حاسس ان الموضوع الرنج بتاع بتاع اللعبت الزمالك اه في كاس الربطة. في 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 الجو العام. في التهديد معرفش بالمرتب اتأخر. لأ ده من الراجل. كل دي المشاكل دي عند الجهاز. بص احنا بدأنا ان الراجل مش عايز مساعدين. اه بالزبط. صح? ولا عايز مدير كورة. ولا عايز مدير كورة. اه. فجي متحت وآآ جي السبح لقى لقى هم موجودين. تمام. متحت وامير. اه. وطبعا زمالكوية ونجوم كبار. اه. وفآآ من كاس الرابطة لغاية دلوقتي. لا الوضع اه. الوضع في حاجة غلط في الفرقة. ما هو كان في حاجة غلط ليه؟ لان انت كان عندك اللي هم تسع لعيبة او العشر لعيبة بتوعك الاسسين مش موجودين. يا باشا وي يعني. كان في المنتخبات. وي يعني وانت بتلعب اه مارادونا. هو معنا بقول لك هو كان. ايه يعني انت تتغلب يعني من فرقه تتغلب من. هو كان بيقول كده. هو كان. معنا بقول لك هو كان بيقول كده. يعني ده اللي هو كان بيقوله ان اللعيبة دي. انا كنت بمديهم فرص في كاس الرابطة. وهما ما اثبتوش وجوده. مو ده اللي احنا شفناه. يعني انت دلوقتي مع احترامي برضو لو المدرب عايز يعمل كده. وانت لعيب احتياطي. وجالك فرصة ان انت تلعب مباريات كاس الرابطة كاساسي. المفروض ان انا عامل ايه بقى? بس هو ده. اه اه جات لي الفرصة. هو ده. عايز اوري كان عود كويس. اه. محمد عبدالشافي كان كويس. في المستوى هم الطبيعي. هما دول الاتنين اللعيبة اللي كانوا كويسين. طول البطولة بتاع كاس الرابطة. فخلاص اللعيبة اقتنعت ان احنا اللعيبة او المجموعة دي ممكن نبقى بودلة. او نبقى موجودين مع الفريق او الهيكل الاساسي بتاع الفريق. فانت دلوقتي رجعت برضو لكل كل اللعيبة اللي كانت بتلعب في كاس الرابطة. فمنين انت بتقول ان انا اديتهم فرص. وهما ما اثبتوش نفسهم. ومنين انت رجعت تلعبهم كلهم مع بعض في نفس التوقيت. في مبارا في الدوري. في مباراة صعبة. مش مباراة سهلة. جمال انا عايز بس اسأل سؤال. هل الجو اللي احنا فيه ده يعني يساعد على فوز بالبطولة? يعني جو فيه اه فيه اه مرتين مفيش تلعيبة جدد. اللجنة اللي فاتت اه ماشي تلعيبة كتير قوي اعراض. اه محمد صبحي واسمى فيصل ومع. يعني فيه لعيبة مهمة ومشت. وبعد كده مفيش انتقالات شتوية. فروح تمشي لعيبة تاني. غزبا عنك مصطفى فاتحي مثلا. يا مصطفى اتحلم الحلول. نتقسر الدنيا دلوقتي. تمام? فالجو بعد كده عندك 11 لاعب عايزين يجددو. 11 لاعب عمرا ما حصلت. يعني 11 لاعب بعد دلوقتي اداره يمضل في اي نادي. فهم قصدي. وبعد كده عندك كان عندك انتخابات. ومعرفش ايه وخلصت الانتخابات بحلوها بمرها. هل انت شايف ان دي اجواء تجيب بطولة? لا بص ما هو يعني ما هي لو ما كانتش الاجواء دي جابت بطولة الزمالك بخانتش خد الدوري السن اللي فاتت. لو انت بتتكلم على الاجواء. ما هو ما كانش فيه اصعب من الاجواء بتاعت الموسم اللي فات. والزمالك خد قدر ان هو هياخد الدوري. بداية الموسم. خلاص بقى انت دلوقتي استقرت وفي مجلس ادارة مستقر. وفي ناس خلاص ابتدت ان احنا واسقين ان هما يقدروا يجددوا للعيبة دي. وابتدوا هيقدروا ان هما يحلوا المشاكل. بس علاقة المدير الفني بالمجلس اللي موجود علاقة فيها شد وجزء. يبقى دي مشكلة الموديل الفني. مع هو انت دلوقتي يا كتن انا ما جيت انا ما جيتش جنبك. وانت زي ما انت بتقول اهو. عملت كل شوية تقول اصلا المرتب بتاخر يومين. اصلا المرتب بتاخر تلت ساعات. يبقى المشكلة عام ده كنت. انت عارف ايام مشاكل مرتضى ده مصور? كان هو اللي قال لي. مرة المرتب بتاخر شهرين على كارتوله ما قالش حاجة. ده طبيعي. عادي. في الدنيا كلها بيحصل كده يعني. يعني قبل كده كان بيوافق. كان وضع طبيعي. فلو هو متحفز او هو بيفكر في حاجة تانية يا بقى دي المشكلة يتبقى عنده هو. وهو ده اللي انا بقول لك ان ده المفروض دور المشرف على الكورة. المفروض اقعد مع الراجل او يوضح لي بقى انت ادماغك فيها ايه? الفترة اللي جاية. انت عملت كده ليه? اعدت اللعيبة دي كلها ليه? هل انت مركز بس في افريقيا وده المفروض ما يحصلش? لان ده نادي الزمالك احنا بنلعب على البطولات كلها. فده دور المشرف على الكورة. وزي ما بقول لك لو انت بتتكلم على الاجواء ما كانش فيه اصعب من الاجواء بتاعت الموسم اللي فيك. يعني بينك بينك انت مبتعتمتش على محمد اشرف روقة. طيب خلاص عايز تقعد آآ بتاع. لعب اشرف روقة. بالضبط. يعني يعني على الال بقى اسلام واباما اللعب واشرف واحد بيهم يعني واحد يعني واحد مكانه على الال. بالضبط. وامام عشور لو هم اللي اتنين بيلعبوا امام عشور. واشرف روقة. لأ ما كنتش هتلاقي المنظر ده. ففيها حبات كتيرة اول لأ لغبطة كتيرة جدا. هو طريق لسه مكمل يا جماعة. طريق مينة? يعني طريق حامد. لسه مكمل اصابته يعني مكملة? لأ مش عارف. يعني مش مسافر ماتش الجاي كمان? ها? طب انا عايز اعرف ايه اصابة طارق يعني. لأ ما عنديش معلومة بصراحة. يعني يعني اكلموا الدكتور محمد وسامن عايز اعرف ايه اصابة طارق. عايزين نعرف. ايه اصابة طارق. يعني كل شاب يقولك كدمة. الاولانية كانت كدمة. اه. اللي هي بتاعت الكدمة اللي في الرجبة دي. اه. دي كانت في الاول. ما عارفش بقى لما نزل بقى تنبين. ايوة. دلوقتي طارق بقى له قديد دلوقتي. بقى له اكتر من شهر. اه. صح? شهر اه. لا اكتر. يعني شهر. يعني. لا مش قبل. مش قبل. مش قبل. مش قبل كاس الامم. اه. من لا. من ساعة كاس الربط. قبل كاس الامم. ما هو كاس الربطة بدأت مع كاس الامم. قبل كاس الامم. اه. كاس الامم بدأ يوم تسعة. تسعة. وهو قبل كاس الامم. تمام? اه. يعني من يوم ستة. احنا بقى لدلوقتي حوالي ستة وتلاتين يوم. اه يعني اعتبر شهر. اه. اعتبر شهر. ربنا يشفي وعفيه لان. ماشي. اه يعني تم الاعلان عن قايمة سجرادة او. اه. العشمال اه يا جماعة. ده. ده القايمة اللي. اللي اتسافر الكاميرو. المحمد عواد. محمد ابو جبل. سادة عطية. اه. حمزة المسلوسي. يعني طب. حمزة المسلوسي يعني ما هو مش ما هو سليم اهو. الوينش. محمود علاء. عبدالغاني. عبدالشافي. مالفتوح. عبدالله جمعة. محمد طارق. سامع مجيد. نكملوا جماعة. ايه. خلاص. ايه. مفيش نص ملعب ولا اهجوم ولا ايه. اسلام جابر. روقة. امام عشور. اوباما. مجد هاني. رجع وتاني. احمد ساد زيزو. ونجم. رزاق. اشرب من شرقي. اه. سيف الجزيرة. سيف الجزيرة. عمر سيد حسام اشرف سيف جعفر. دي القايمة اللي هتسافر. طارق حامد مش موجود. طارق حامد مش موجود. اه. الاصابة مكملة. صحيح. نطلع لفاصل. ونرجع لكامل حوارنا مع كابتن جامل حمزة. يلا بنا. موسيقى طيب. اه. من الواضح ان يعني الموسم ده هيبقى صعب علينا شوية. يعني موسم صعب. اه. موسم محتاج. اه. كل حاجة تكون بتركيز. وموسم محتاج ايضا ان اللعيبة. الكلية العالي اوي 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 اوي. يكونوا مركزين. لان انت عندك قواليتي عالي اوي. وعندك لعيبة اه. كواليتي كويس. وعندك لعيبة عادية. وعندك لعيبة هتمشي. في نهاية الموسم. لكن اللعيبة دي كلها هي القعدة. فانت عشان تاخدوا طولة سنة دي. لازم يكون في حاجة اكستريم. يعني حاجة. اه. 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 رغم كل الظروف اللي من مر بيها. ورغم اللي بيحصل. ورغم الوقف. القيد ورغم التجديد 11 اللاعب ورغم 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 لازم يكون بقى لعيبة موتة نفسها في الملعب والتركيز غير طبيعي والروح والدوافع وعايزين نكسب والمدرب مركز والروح ما بين المجموعة كويسة عشان نشتغل ونكسب والله غلط يا جمال طبعا لان لو ما حصلش كده ما فيش مثلا لو عندك 2-3 ملعبة مش مركزين ما عندكش الحاجة الرهيبة يعني انت لو قلت لو اشرف غاب مشكلة فهم قصدي لو شيكبالا غاب ما عارفش مشكلة وفتوح غاب مشكلة لو لوانش غاب مشكلة لاب عندك يعني هتبتدي تقول طريق حمد عندك غايب مشكلة فهم قصدي فهو المفروض ان ده يبقى موجود على طول على فكرة يعني المفروض الكلام اللي انت قلتو ده كله المفروض ده يبقى موجود كل موسم مش الموسم ده بس فلما بيبقى فيه مواسم فيها اه الاخبطة ادارية زي الموسم اللي فات واللعيبة كانت مقررة ان هي تركز وتقفل على نفسها وتاخد البطولة خدت البطولة تركيز من الجهاز فني تركيز من اللعيبة جمهور كان في ظهر اللعيبة وفي ظهر الجهاز الفني هو ده اللي خلاك تاخد البطولة انما لو انت سبت الجزء ده وابتديت تركز انه اه لا ده انا عندي مشاكل لا ده انا فيه لعيبة بتجدد لا ده اصد المدير الفني ما عرفش بيعمل ايه مواد انت كده هتفك كمان اللي احنا نتكلم متسرحة من ضمن اهم حاجات المكسب اي فريق الخمسة الاجانب صح يعني طبعا بيفرقوا بشكل جدير انا عندي مشكورا المجلس حط 12 مليون جنيه لاشرف بنشاري فلوس متأخرة صح واشرف برضو مجددش اه بس دي فلوسه القديمة انا معارف وافرم انا بقولك واشرف قالك بعد الانتخابات وكده طيب هل هو اشرف بتاع السنة الفاتة لا طبعا ونجم مش لعيب اساسي حمزة المسلوسي عنده مشاكل معاك في المطش ده ومطش الاهلي وما عرفش ايه اتعارف يعني مفيش برضو استقرار هو حازم احسن ولا حازم هو ولا حازم يعني فهم او وبعد كده عندك سيف الجزيري برضو كان عنده مشاكل فلوس متأخرة وما عرفش ايه وعندك رزاق سي سي عقده هينته عندك ثلاث لعيبة من الاجانب عقده ما تنته رزاق واشرف بنشاري ونجم تمام تمام كلهم لعيبة كويس بس اللي انا عايزه ان لابد ان يكون عندك خمس اجانب مؤسرين اوي تمام يعني لازم يكون مؤسرين اوي معاك في الفرقة تفهمت وصلت لك ها اكيد ها لازم يكون مؤسرين يعني انت كان عندك مثلا ايه قشرف مؤسر اوي فرجاني مؤسر اوي صح ولا اقا تمام ونجم جات له فترة لما جاب جنف التراجي شوطة من بره التونتاشر ومطشي الاهلي معامل الكرة لأسامة فيه فاكه كان برضو مؤسر بصورة اكبر اه كان مين تاني معاك ومشي يعني هما دول كانوا موجودين كان موجود بقى الباك رايت النقاز حمد النجاس كان اكثر تأثيرة من حمزة يعني عشان نكون نصفين يعني يعني حمزة طبعا السنة اللي فاتت في الدوري بصراحة اخر خمس مصرات عمل مصرات عشر صراحة اه سيف الجزيري لعيب كويس لعيب كويس بس سنة الفاتت كان اكثر تأثيرا لغاد دلوقتي من السنة لغاد دلوقتي يعني السنة دي اقل مثل لفتت فا برضو اللعيبة ما يكونوا خمسة طقال في الفرقة بيشيلوك وما يكونوا مركزين بيشيلوك يعني بيوقفوك على رجليك مع اللعيبة المصريين الدولين فام قصدي مع لعيبة اللي بنطالب بيهم ان هم يروحوا منتخة ما بيروحوش لا بتبقى قوام عندها قوام شديد المفروض لكن الوضع دلوقتي اللعيبة الاجانب بتاعتك مش عالية وفي نفس الوقت عندك بعض اللعيبة الدوافع بتاعتها زي ما يكون مثلا فيه لعيبة كان عندها دوافع جامدة جدا في افريقيا فجوم هيديو تمتازها هي طبيعي ان انا لما ببقى بلعب بمستوى اعلى وبخلص لازم فيه وقت ببقى يعني عايز اريح شوية ده ممكن ممكن يحصل وفي نفس الوقت موضوع وقف القيدة ممكن بخلي لعيبة ان كده كده ما جبتش لعيبة جديدة انا كده 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 قاعد وانت مش تقدر تجيب حد غيري فبرضه ممكن يكون ده مقلل الدوافع شوية بس ده برضه ما ينفعش يكون متواجد في لعيبة كبيرة زي لعيبة نادي الزمالك يعني لو انت بتتكلم في اشرف بنشاري من بداية الموسم مش مركز وضع طبيعي انه اكيد جاي له ورود اكيد ما كانش عارف هو لسه هيتعامل مع مين خد بالك في بطولة العرب كان احد اهم اسباب استبعاده من منتخب المغرب اه بالزبط لو ما كانش كويس بطولة العرب مع المغرب كان وحش جدا تعرف ان اشرف بنشاري الوحيد اللي في كل مطشوات المغرب بعد استدعائه بسبب اصابة احد اللاعبين يعني اه ما كانش موجود خالص كان في المدرجات على طوله اه ما دخلش كنا احنا بنطالب ان اشرف العيب كويس ولازم يلعب مع المنتخب المغرب فده برضو برضو اكيد برضو اثر على مستوى نفسيا اه بقى لك شهر وشوية كمان متلعبش مباريات فاكيد برضو اثر على مستوى رزاق سيسي حالة مختلفة لغد الوقتي رزاق سيسي لم يقنع الجمهور الزملكاوي بس لما يقعد آآ سنة ما كانش بيلعب وعنده كان عنده اصابة خطيرة ماشي ما هو انت برضو ما تقدرش تجدد لبعض اللاعيبة غير لما تقف على مستوى اه زي رزاق زي قناجم طبعا يعني لازم لازم يعمله اكيد فارق عشان اجددلك بس في الاخر برضو ما انا عندي موضوع لازم احل موضوع واقف القيد ما خلاص موقدك كده القيد القيد هيفتح الشهر ثمانية اللا جاء اه يعني ما انا بقولك خلاص انت فضلك ست شهور انت هتحله ايه ما انت ما فيش حال لا يعني قصلي ان انت خلاص الموضوع خلاص 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 من الموسم اللي جاي انت هتبتدي مستقر بقى كمجلس ادارة وكه جهاز فني انت احتياجاتك ايه للموسم اللي جاي النواقص اللي عندك ايه لازم اشتغل من دلوقتي يا جمال طبعا لازم مجلس اللي موجود دلوقتي لازم يحل بس لأول مشكلة الموديل الفني لو سمعني لازم يكون محترامي طبعا لوجود امير وكل حاجة لازم يكون في لجنة فنية امير ايداري شاطر كل حاجة لكن اختياراته اختار لاعب لا مش بتاعته يعني امير ما كانش لعيب كرة امير ايداري قول ايوا بس اصبت اللجنة اللجنة الفنية دي هتعمل ايه لازم نشتغل من دلوقتي يا جمال على فكرة انت لازم تتابع العيبة ايوا ماش بس خلال الاخر انت المفروض المدير الفني تتابع العيبة مايجي لكش وكيل فجأة كده يقولك خد ده خد ده انت تابع العيبة بس ده المدير الفني ده ده دور ده دور من ادوار المدير الفني يا باشا في حاجة اسمها مدير رياضي وفي حاجة اسمها في كل العالم مدير الرياضي هو اللي بيختار العيبة على فكرة تمام يعني لازم يكون عندك مدير رياضي لازم يكون عندك لجنة فنية بس ملنك مع المدير الفني تتابع يعني لازم عشان نستطيع ان احنا يعني اللعيب الاجانب اللي هيكمل هيكمل واللي مش هيكمل يكون عندنا اماكن محتاجينها اللعيبة اقوية اه طبعا كلام كلام لكن الاختيار المفاجئ ده انا مش معاه ما هو انت مش حكاية اختيار المفاجئ هي المهم دلوقتي الاهم بالنسبالي موضوع المدير الفني لازم احل الاول موضوع المدير الفني ده انت انا هيعد عايزي كمل عايز تمشي عايز بتزهقنا ولا ولا انت في دماغك في حاجات تانية ولا انت مركز زي ما انت قلت كده في موضوع افريقيا بس تشوفت جمال لعيب بيرامز اللي جابوه بتاع بوركي نفسه لا مش فتوش لسه لا جابوه كان عقده انتهى عقده انتهى وخد ودخل في التشكيلة الاساسية بتاعة كاس الامم الافريقية وعقده انتهى ومضين معاه قبل البطولة مضين معاه قبل البطولة اه مثلا انت بتكلم الفكرة اللعب يعني لا يعني انا قصدي ده عشرة لعشرة كتر اه طبعا اكيد انت جبت العيب قبل ببلاش يعني فهم انتقال حر وقبل البطولة وفجئت انه اثناء البطولة تقسر الدنيا ودخل تشكيلة كاس الامم وجدته كابتن خالد انت كان عندك مشاكل كبيرة جدا الموسم اللي فات اللي جان لجنة في لجنة في مجلس تحل معرفتش ليه في قيدة وقف في حاجات كتيرة جدا كانت ملاغبطاك فانت النهاردة بتحل واحدة واحدة فالمفروض احل الاول الناس اللي معايا الاول اشوف الناس اللي معايا بداية من الموديل الفني لازم يبقى هو مستقر انت مكمل ولا انت مش عايز تكمل ماشي ماشي انه هو المشكلة عنده هو انت دلوقتي زي ما انت بتقول كده عمال تقول لس المرتب بتأخر التشكيل اللي انت كنت عامله النهاردة في حاجات في دماغك لا احنا مش فاهمينها فزي ما قولتلك ده دور امير مرتضى انه لازم يتدخل مع الراجل إيه اللي إيه اللي إنت عايزه إيه اللي إنت شايفه فكرك رايح فين طب إنت عملت ليه كده المباراة اللي فاتت نالسه عندنا أربعة أيام وهنسافر بطائرة خاصة يعني مفيش إجهاد ليه غيرت الفرقة كلها لا فيه حاجات كتيرة لا لازم أتدخل فيها لما بشوف إنه الموضوع قالب إن فيه لا فيه لغبطة كتير جدا لا ده دور المشفة هو خلاص إحنا حانا الوقت بقى للعودة مرة أخرى للانتصارات والعودة مرة أخرى للتركيز أهمية المباراة والتحضير للمباراة عامل إزاي القصة دي هتوصل للعيبة اللعيبة هتركز خد بالك إنت عدك ماتشين وراء بعض بخارج أرضك مايقلفش عندك تجراتة وبعد كده عندك الوداد بر أرضك وبعد كده عندك الوداد على أرضك يعني تسع نقط وتسع نقط مش سهلين ماشي يبقى الراجل مايقلفش دي أهم حاجة أهم حاجة أن الراجل مايقلفش كابتن جمال نورتين الشرف شكرا كابتن خالد شكرا كابتن جمال حمزة نطلع لفاصل ونستقبل بعدها ماهر جنينة وإطلالة جديدة على كل ما يحدث بدور الأبطال والكونفدرالية يلا بينا ورجعنا لكم مرة أخرى وعودة للكرة الأفريقية والمرة دي بقى مش كأس أمم المرة دي كأس أفريقيا لأن دي أبطال الدوري مرورا بالكونفدرالية مع ماهر جنينة إزا كمال إزا كابتن كله طميم الحمد لله كله بخير طيب النهاردة أول مرة هتشوفوا الملعب اللي هتلعب عليه مباراة الإياب أو مباراة العودة في السنغال واللي تم افتتاحه خصيصا للقاء مصر فقط لأول مرة مع ماهر جنينة ماهر قبل ما نعرض قولي بقى القصة أكيد يعني السنغال ملعب دولي ملعب سنغال الدولي ده في العصمة دكار ده ملعب يحتضل أكتر من ستين ألف متفرج هيتم افتتاحه يوم اتنين وعشرين الشهر الحالي وأول لقاء هيكون عليه لقاء مصر إن ده ملعب جديد خالص؟ ملعب جديد حجد كبير جدا وحجد جماهيري وحجد إعلامي مفيش حديث هناك في السنغال في الصحافة أو أو يعني في الإعلام كله إلا عن لقاء مصر هم شايفين يعني فيه سكة كبيرة حتى بين النجوم السنغالية اللي لعبها الكدامى اللي لعبوا قبل كده هنري كامارا بقى هنري كامارا الحج ديوف حج ديوف خليل وفديجة كل الناس ألا سندور اللي لعب كاس العالم حتى ألفين واثنين كل الناس دي بتتكلم من ماتش في المتناول لعبة منتخب السنغال قدها هزيمة منتخب مصر في بطولة أمم الأفراقية عطيهم دافع قوي جدا بشكل قوي جدا يعني فيه حتى فيه دعم على المستوى مشاريودي بس على المستوى السياسي طبيعي عندهم بشكل كبير جدا ممكن نلاقي عدد كبير جدا من الجماهير السنغالية متواجدة تحضر اللقاء يتم نقلهم بطيرات لمصر امكانيات السنغال أعلى من قليلات الكاميرو اه طبعا امكانياتهم كبيرة جدا فعلا اه يعني حتى النسخة الحالية من الاتحاد الأفريكي الاتحاد الأفريكي اللي هو مش خاص بكرة القدم الاتحاد الأفريكي السياسي يعني جناب السياسي بترقصه السنغال في الفترة الحالية امكانيات السنغال عالية جدا بشكل كبير يعني حتى الشعب السنغالي مختلف عن الشعوب الأفريكية الأخرى حتى في مستوى التعليم أو في مستوى الفكر يعني ناس تعال نروح كده الملعب اه اكيد لازم نشوف الملعب مهم اوي الملعب يا جماعة نشوفه لان مهم اوي ده مباراة العودة ومباراة يعني كل ما يكون الملعب حلو هو هيكون حلو الاستغنال ايضا وحلو المصر اكيد اكيد يعني هو ده الملعب هو ده الملعب في العاصمة دكار يعني خلاص الملعب اصبح جاهز شكل حلو يعني ملعب مميز جدا لسه ما حطوش اللجوان ولا ايه لا لا لسه بقى يعني يوم اتنين وعشرين هيكون الافتتاح ولكن اول مباراة رسمية هتتلعب عليه هي مباراة السنغال ومنطقة المصر ده ملعب كمان مفهوش تراك يعني ملعب يعني الملعب جوة يعني الملعب نجيل بس ملعب بس من غير تراك بالزبط بالزبط ده الشكل الملعب وزي ما قلتلك الكابتن يعني ملعب مجهز بشكل كبير جدا امكانيات كبيرة جدا حتى في السنغال الحجد عاملنا حجد بشكل غير عادي يعني ان شاء الله احنا نخلص المطش اصلا من الكاهرة عشان الاجواء هناك هتكون يعني اجواء مختلفة يعني مرة واثنين وثلاثة اللي انتم الجمهور اللي لسه شايفنا او بيتفرج علينا دلوقتي الملعب اللي انتم شايفينه ده هو ده الملعب اللي هيتلاعب عليه مباراة السنغال صاحبة الارض ومصر يوم لغاية دلوقتي يوم 28 ده الملعب اللي هيشهد صعود فرقة من مصر والسنغال لكأس العالم وهي مباراة العودة ومباراة الاياب على ارض السنغال في الملعب ده يعني اكيد يعني ده هيكون واحد من اصعب المباراة يعني للكرة المصرية في يعني في السنوات يعني الملعب اللي احنا شايفينه ده مهر ما كانش فيه ملعب زيه في الكاميرون لا فيه ملعب لقيت كاميرون يا كابتن فيه ملعب مجهز ملعب جبوما ملعب لا انا اتكلم على الملعب النجيل يعني الارضية ارض الملعب لا اه الارضية في الكاميرون الى حد ما ما كانتش يعني دي احلى يعني اكيد ملعب مجهز لاول مرة هيتم هيتلعب عليه المتش لاول مرة يعني فاكيد اول مباراة عليه اكيد الارضية تكون مجهزة صحيح مجهزة بشكل كبير يعني جدا وزي ما قلت يا كابتن يوم هناك الحجد بشكل كبير جدا حتى لعيبة نفسها ملكزة النهاردة مفيش لعب في منتخب السنغال إلا وروح في فرقته في أوروبا وتعمل له احتفال إن هو حصل على بطولة أمم أفريقيا تشوف من الذين بقى إدوارد مندي خد كاس الأمم الأفريقية وصد ضربة الجزاء وخد أحسن حارس رح طالع على تشيلسي تشيلسي لعب الموتش الأخير وخده كاس العالم الأندية يعني في ظرف مثلا ما فيه شهر ونص خد كاس الأمم وكاس العالم الأندية وكان واخد شامبزليك يعني إدوارد مندي يستاهل الصراحة واحد من الحراس في الكرة الأفريقية اللي تعب يعني تعب في حياته حتى إلى أن يصبح حارس مرمو وحارس مرمو فين بقى يعني واحد من أكبر أنديات العالم كمان النهاردة بيحصل مع منتخب السنغال للمرة الأولى في تاريخه على بطولة الأمم الأفريقية وفي تاريخ السنغال كمان طيب دايما ماهر عنده الجديد ودايما ماهر معايا في كل حلقة بيكون عندنا انفراد من المعروف ارجعوا لي بقى جماعة من المعروف أن البطولة القادمة لكأس الأمم الأفريقية مش هتقام في يناير بعد كده هتقام في شهر ستة زي ما أقيمت في مصر كان 2019 البطولة كانت في نص شهر ستة أو كانت 24 ستة على ما أتذكر بالزبط يعني المفروض أن البطولة اللي جاية مش يناير بقى اللي جاي هتقام بعد سنة ونص مش بعد سنتين هتقام بعد سنة ونص في في ساحل العاج إن شاء الله عشرين تلاتة وعشرين يعني سنة ونص بالزبط أو اعتبر بعد سنة يعني عشرين تلاتة وعشرين عشان البطولة دي كان المفروض تقام السنة اللي فاتت بسبب كورونا يعني فالمفروض أنها تقام نص ستة في ساحل العاج هل في جديد؟ في جديد يا كابت في جديد بقى يعني بشكل كبير البطولة ممكن يتم تأجيلها العام الفينة وعشرين دي يعني خبر ممكن الحالك تكون أو الناس ممكن تسمعها لأول مرة لا والله والله احتمالية كبيرة لتأجيل النسخة القادمة من بطولة الأم الأفريقية لمدة سنة لتقام في الفين أربعة وعشرين داخل كوتيفور دي المشاورات والاتفاقات اللي بتجري الآن بين الاتحاد الدولي لكورة القدم وبتجري بين الاتحاد الأفريقي لكورة القدم فيه ناس بتتكلم بتقول كوتيفور مش جاهزة لا الموضوع مالوش علاقة أن الكوتيفور جاهزة أو مش جاهزة أنا بقولك كوتيفور جاهزة وتقدر تخلص الملاعب وتقدر تستعيد بشكل جيد هو الموضوع موضوع تنصيق بقى أنه بيبقى فيه ضغط بقى مباريات النهاردة أنت عندك البطولة في شهر ستة عندك كاس عالم في شهر 11 عندك مشاركات بقى في تصفيات أمم أفريقيا هتبدأ تهندل بقى مواد مباريات أمم أفريقيا أنت اللي عملناها معلاش إحنا الضواتي الشهر ستة اللي جايه ما فيش بطولة بالزبط شهر ستة اللي عيني عيني شهر ستة شهر 11 شهر 11 في كاس العالم بالزبط وشهر ستة اللي جايه ده ما فيش كاس أمم ما فيش كاس أمم المفروض بقى شهر ستة اللي بعدين ما فيش كاس عالم ما فيش كاس عالم يعني المفروض ده أولا عشان شهر 11 هتتلاقي بكاس عالم فده هيأجل المطشاط لأوروبا فما فيش تلاقيه في ستة بالزبط يعني ده الكلام اللي بيكون الدورة هي طول شوية الدورات بق هتطول في بقى مرحلة التصفيات انت هتلاعب بقى مرحلة التصفيات в أمم أفراكية وفيه مرحلة تمهدية لسه كمان صحيح هتتلاعب في التصفيات الأول في مرحلة تمهدية فالâmشورات انا بقول له لحداك دا مش يعني الخبر لقرام لسه ما اتخدش لكن المشورات والكلام رايح على الذغب وابن يتأكل الاربعة وعشرين وانا بقول لحداك بنسبة كبيرة يعني بنسبة تتفوق بس هتقوم في صحر العانية البتورة مش تخرج بره صحة للايك خلاص يعني كوتيفور هتنظم البتورة لكن الكلام كله والمشاورات اللي بتجري الان بين الاتحاد الدولي وبين الاتحاد الافريكي الكورتي كده هي تأجيل النسخة لمدة سنة بدل ما تقام والجنب الافواري مرحب عشرين تتاتة وعشرين تقام عشرين اربعنش يعني والناس في كوتيفور حتى مرحبا بالشفرعة حتى تاخد سنة كمان هيكون عندهم استعداد اكبر وكده بالزبط ولعبتهم حتى كمان وبعدها انت بتتكلم يعني النسخة يعني السنة دي نسخة في يناير انت بتتكلم النسخة اللي بعدها هتلعب بعدها بسنة لا فهم عايزين هتتلعب بعد كده اربع وعشرين وتبدأ جدولة بقى الموعيد بعد كده النسخة البتورة كل سنتين سبتة وعشرين بالشكل ده يعني تبدأ جدولها بشكل جديد لكن من الواضح ان الاتجاه كله رايح للحدي نروح لحاجة برضو اثارت الكلام كتير يعني حوالينها وهي السوبر ليج او السوبر دوري السوبر الافريقي ما بين عشرين نادي على مستوى القارة الصمراء بص ايه القصة بقى من اولها الاخر بصة كب يعني الخبر اللي ماشي متداول وما فيش حاجة رسمية من الاتحاد الافريقي اللي يقول لك انا معي حاجة رسمي من الاتحاد الافريقي او سورة او كده لا انا بأكد لك ان ده كل اللي بيحصل مقترحات احمد ولد يحيا هو المسؤول عن الملف ده اللي هو رئيس الاتحاد الموريتاني رئيس الاتحاد الموريتاني ونقب رئيس الاتحاد وعن البطولة دي تحديدا اه تحديدا بقى ايه بالزبط ان القرار الاخير اللي تلع والناس بتتكلم عليه وده تلع في كل وسيل الالام ان البطولة هيشارك فيه 24 ال 24 فريق هيكونوا ازاي 8 فرق من شمال افريقيا 8 فرق من شرق افريقيا 8 فرق من غرب افريقيا كده اصبح عندنا 24 فريق مؤسمين على 3 مجموعات كل مجموع هيصعد منها 5 فرق اصبح عندنا 15 فريق هناخد افضل 6 من ال 3 مجموعات هيصبح عندنا 16 فريق ويلعبوا كده ويبدأوا يلعبوا ايه يلعبوا دور 16 يلعبوا دور 16 دور التار زهاب وقياب زهاب وقياب ده الكلام المقترح والكلام ده مقترح والكلام طلع من جنب الاتحاد الافريق قبل كده كان فيه كلام انه هم هيجاقوا للتصنيف الفرق التصنيف وفرق التصنيف اللي هي التصنيف في اخر 5 سنوات هي الغاية دلوقتي فيه مشاورات لكن انا انا بأكد لك ان القرار الـ 24 والنظام اللي انا طولك ده ممكن يتخذ بيه وممكن ما يتخذش بيه لحد الآن مفيش قرار رسمي بالنسبة للموضوع هم بقى بيتكلموا كمان ان الفرق اللي هتخرج ديت هتذهب لبطولة اخرى هيغيروا مسمى دوري الابطال وكون فيدرالية هيبقى ليهم مسمى اخر ممكن يندمجوا في بطولة واحدة وده اللي انا عايز افهمه انا لغاية دلوقتي الناس مش فهمة انا عندي السوبر ليج طب ايه مصير دولي الابطال وكيف يتم مشاركة النادي في السوبر الافريقي او السوبر ليج طب انا لو انا دلوقتي مثلا بقيت بطل الدوري في بلدي هلأ غصبا عن اي حد هروح للسوبر ليج ولا لا انت فهمت لغاية دلوقتي الكلام كل الكلام المتداول ليس له يعني دي مجرد مكترحات الكلام المتداول ده مكترحات مفيش قرار رسمي النهاردة بيتكلموا ان كل دولة اقصى عدد مشاركة فرق منها هيشارك منها تلات فرق فالنهاردة تبتكلم على شمال افريقيا فيه من كذا مجموعة كده مصر ضمنت مشاركة بتلات فرق مثلا الاهلي والزمالك مثلا والفريق التلات في الدوري ممكن اسماعيلي برامز المصري هل كده انت الجزائر عندك الجزائر والمغرب وتونس وادول الشمبقية الدول الشمال افريقيا وليبيا والسودان اه هتاخد منهم كم فرق يعني انت عندك خمس يشوف كم عندك كم دولة اخرى في شمال افريقيا وما دلوقتي بيقولوا 8 فرق من شمال افريقيا 8 فرق من شمال افريقيا بس ده الكلام اللي بيقال انا بأكل لك عدم صحة الكلام ده الكلام ده كل الناس بتتداول اصلا انت لو تم من فرق من شمال افريقيا اقول مثلا ان اتنين من مصر اتنين من المغرب اتنين من الجزائر اتنين من تونس طب والسودان بتزبط يعني او ليبيا بتزبط يعني انت كده تزلم دول تانية اصلا فهل هو يعني الفكرة ودي كلها مقترحات الناس بتتداول على الانترنت ان هي خلاص الموضوع هما ال24 فريق ال24 فريق بعد ما يشاركوا هيشاركوا بالشكل ده غرب افريقيا هتاخد منها تمانية شرق افريقيا تمانية اه شمال اف يعني منطقة شمال افريقيا تمانية هل هتاخد التمانية على اساس التصنيف ولا هتاخدهم على اساس الترتيب في بطولة الدوري هي كلها مقترحات حتى الان نظام البطولة ما طلعش طيب المفروض البطولة تبتدي امتى في سبتمبر ده الكلام اللي تقال برضو برضو السبتمبر اللي جاي السبتمبر اللي جاي دي هتكون اخر بطولة ده الكلام اللي يقول ان دي هتكون اخر ما هو لغاية دلوقتي بقى ايه او مش عاملين حاجة ايه يعني هو كل اللي بيتقال ده كلام واقوي النهاردة دي اخر بطولة طب وك هل انت هكده خلاص هتلغي البطولة دي في كلام تاني مقترح تاني طرح لا هنخلي البطولتين والفرق اللي هتطلع من المركز السادس للمركز التامن هاخدهم ادخلهم في البطولة بتاع الدوري الابطال هل انت هتخدهم ازاي تدخلهم في دوري الابطال وانت عندك بطولة شغالة طب ممكن اسأل سؤال تالت بقى مين هيلعب كاس عالم الاندية كل ده بطل بطل الاندية بيتكلموا على السوبر ليج مش دوري الابطال طب مين هيلعب السوبر افريقي المفروض برضو السوبر ليج ايو يعني السوبر ليج مع دوري الابطال ولا السوبر ليج مع الكونفردرالية كل ده لحد الوقتين ما تحددش كل الكلام المتداول انا بأكد لك يعني كل الناس بتنقل الكلام المتداول وبتنقل صور حتى موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي ان هي دي الخبر اليقين لا كابتن دا مش الخبر اليقين بدليل ان في الفرق اللي هتطلع من المركز السادس للمركز الثامن هتوضيهم دوري الابطال هل بتوضي دوري الابطال وبطولة الاخرى اللي هتتلعب هيفضلوا قاعدين مستنيين اما مرحلة الاولى تخلص طب المفروض انت بتقول كل دا مقترحات كل دا مقترحات تمام التأكيد امتى يعني التأكيد ممكن يكون بعد تصفيات كس العلم بعد تصفيات كس العلم اه ممكن في شهر اربعة اول شهر اربعة شهر اربعة دا اللي هيكون القول الفصل اه بالضبط لان انا من وجهة نظر انت كده بتزلم فرق تمام يا اما بقى تلعبها ابطولة كبيرة وتعمل بقى قصص وقوانين من دلوقتي الفرق اللي هناخد من شمال افريقيا كذا فريق وحكة المجموعات برضو دي يا كابتن يعني انت مثلا غرب افريقيا هيبقى تومن فرق فرق غرب افريقيا يعني عايزين نقول ان هي فرق على قدها مش هي فرق اللي هي كبيرة طب انت كده البطولة مش هتبقى بطولة كوية يعني اللي افضل يكون الاحتكاك شامل نشوف الدنيا راحل فين بين كل ونفهم قصتها فلكن الاخبار المتدولة كلها وللناس بتأكد انا مع سامر فاتل قلت مع حضرتك ان اول خمس فرق في التصنيف دا كان مقترح يعني الفرق في التصنيف في اخر خمس سنوات ما فيش حاجة مؤكدة ما فيش حاجة مؤكدة حتى الان طيب روح لفوز الهلال على سانداونز فوز سانداونز يعني هو اللي قدر يكسب الهلال سوري سوري فوز سانداونز على الهلال فوز سانداونز على الهلال وايه رأيك في كسب واحد سفر كسب واحد سفر وايه رأيك في مستوى سانداونز هذا المستوى لا سانداونز يعني اكيد في تزبزب في المستوى سانداونز مش الفريق القوي يعني دي تدريباتهم دي؟ دي تدريبات فرقة يعني عمل بعض التدائمات من داخل البطولة المحلية مع اتنين مدربين برضو محملين مكملين معهم منذ رحيل بيتسو مازال معهم الدعم المادي كبير جدا من ابن رئيس الاتحاد الافريكي باترس موطسيبي ابن رئيس الاتحاد الافريكي بقى رئيس النادي؟ هو الرئيس النادي وبدع من نادي بشكل كبير جدا لكن من الواضح ومن البداية ومن منظر الفرقة كلها لأ البطولة مش يعني سانداونز مش هيكون منافسة حتى في البطولة. لا يا رجل. اه والله يا كابتن يعني واضح. خالص? واضح. اه. يعني واضح. البطولة بيبان يا كابتن من المرحلة الاولى. اه. في اي اسماء. يعني حتى في فرق كسبت اربعات وتلاتات. لا ما هي كانت بتلاقي فرق ضعيفة. هو كده كده الاهلي والمريخ لسه ما لعبوش. الاهلي والمريخ لسه ما لعبوش. الجولة القادمة يكون الاهلي والهلال. اه يوم الجمعة تمنتاشر فبراير الساعة ستة. ده في السودان. الجمعة اللي هي مش اللي هي اللي هي الجاية دي? الجمعة الجاية على طول تمنتاشر. اه ده في السودان? في السودان. وسانداونز هيلعب مع المريخ السوداني في القاهرة. هو 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 مع المريخ السوداني في القاهرة. في القاهرة. اه يعني المريخ اختار ما لعبه. اختار ما لعبه في القاهرة. حتى ماتش الاهلي? حتى ماتش الاهلي. الاهلي يستضيفه. يعني 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 الاهلي هيلعب ماتشين المريخ. في القاهرة في القاهرة في القاهرة طب وتم الهلال ليه ملعبش في الهلال هاي غريب يلعب الهلال جاهز ما هي بقى هي هم مرضوش يلعبوا على ملعب الهلال والمريخ على فكرة كان اختار الاول جنوب افراكي وبعد كده قرار اتغير يعني كان هم اختار جنوب افراكي اصلا عشان يلعب اللقاء علي يعني لكن هيا من واضحة كابتل من شكل المجموعات من شكل الفرقة اكيد في فرقة مميزة لكن اهلي زمالك يعني فرقين بشكل كبير رغم الزمالك ما عملش نتيجة ايجابية في المرحلة الاولى لكن يظل الاهلي والزمالك يعني هما اللي عاملين دي الماتشات اللي جاية الهلال مع الاهلي وفاق سطيف مع الرجاء ماتش حلو بالزبط اه اه امازولو الجنوب افريقي مع حريكو ناكري الغيني والمريخ مع سانداونز في مصر بيترو اتليتكو مع الوداد في انجولا وسجرادة مع الزمالك في انجولا ايضا بالزبط ده الماتشين يوم الزبت السابت اوه الزمالك يعني بيترو اتليتكو والوداد والبتاق ووسجرادة و الزمالك يوم الزبت الماتشين وحد الساعة 3 و 1 ساعة 4 اه ده دو داخلين في بعض لا هي بابت اكل لها اسباب تسوقية يعني بتبقى حتى التسوقية بس يعني في انجولا الأتنين في انجولا 1 ساعة 3 و 1 ساعة 4 بالزبط يعني اهو في اكتر من من اللقاء في اليوم ده في حوالي في اليوم ده خمس لقاءات جالاكسي مع نجم الساحلي وشباب بلوزداد مع الترجي برضو ماتش حلو. كل ماتشات كلها جمعة وسبت. بالزبط. ام. يعني واضح زي ما قلت رحضاكت شكل المجموعات يعني. اه لسه البطول هتسخل لسه فيه فرق. هتبدأ تظهر فيه فرق عملت نتائج كبيرة. ام. لكن هي فرق. يعني ابأكد لك ان مش شرق. الوداد انت كنت بتتكلمني عن الوداد بمستوى وحش والوداد بيمر بظروف صعبة جدا والوداد ووداد. واكسب سجرادة تلاتة سفر. اكيد الوداد ما زالها متصدر البطولة المغربية. بفرق تمن نقاط عن الرجاء. ماشي بشكل كويس مع واريد ركراكي بس. هل النهاردة انت هتيجي تحكم على الوداد. اه من 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 بتلاقى فرقة سجرادة ما فرقة ضعيفة. اه اه. اه. او بتروع اطلتكو اقوى منها. بتروع اطلتكو اقوى بكتير. خلينا اقول لك على حاجة يعني. في ماتش الوداد والسجرادة. الوداد سدد اتنين وعشين تزديد على المرمى. مقابل ستة تزديدات. اه اتنين وعشين تزديدة كاملة. منهم تسعة تزديدات على المرمى. سجرادة سجل شط تزديدة واحدة على المرمى. اه. الاستحواز كان 63% الوداد. التمريرات الوداد خمسمائة واحد وخمسين تمريرة. اه. يعني. كل حاجة. يعني المفروض ان السجرادة ده اضعف فريق في البطولة. واضح جدا. اضعف فريق في في المجموعة. كابتن واضح جدا. يعني هو اللي اتفرج على ماتش الوداد والسجرادة اكيد الوداد عانى في الشرط الاول لحد ما سجل. كان ضغط بشكل كبيل على السجرادة. السجرادة كان بيلعب هجمات مرتدة ضعيفة جدا. كان بيوصل لمرمى الوداد يا كد بالعافية. الى ان سجل الوداد هدف. فريق سجرادة بعد كده بدأ يفتح ويندفع للامام. بعدها سجل الوداد آآ هدفين. بس مش معنا ان الوداد النهاردة كسب آآ تلاتة سفر ان الوداد ده هو الفريق اللي هيكسر الدنيا. الفريق الجامد. لا. الوداد عنده مشاكل والناس عارفة كده. اول ماتش اللي جاي من وجهة نظري ماتش آآ بالنسبة الوداد مهم جدا هو ماتش اللي هو مع بيترو اتليتكو في انجولا. بالزبط. لان بطل انجولا عايز يكسب اكيد. اكيد يعني. ماتش الوداد وسجرادة يعني من وجهة نظري. كان ماتش من جانب واحد ما ينفعش تقايم في الوداد مع فرقة ضعيفة ما ينفعش تقايم في يعني مستواك مع فرقة ضعيفة. لكن ظهر اللعب الكونغولي بانزة ده عجبني جدا يعني. تعابل لك سؤال هو كازرشيفز مش مشارك السنة دي في الدورة. لا لا مش مشارك. يعني وصل لنهاء السنة اللي فاتت ومش مشارك السنة دي. مش مشارك. لا امازولو اللي هو مشارك مكانه. امازولو هو مشارك. هناك في في جنوب افراقيا يعني ايه الدوري يعني ما فيش متاج. سانداونز وبيبدل معه بقى اورلاندو شوية. اه. اه. كازرشيف شوية. فاكر بيت فيست. امازولو. امازولو. يعني كده بيعود يبدله شوية مع مع سانداونز. بالزبط اه يعني حتى الرجاء شفنا الرجاء المغربي قادر ينتصر على فرقة امازولو انتصر واحد سفر طبيعي. في الرجاء? اللي كان في الرجاء. ماشي في المغرب? اه كان في المغرب طبيعي يعني الانتصار يكون طبيعي. لسه رح فرقة الرجاء. فرقة مش وحش. لا لا فرقة الرجاء. على فكرة ما شفتها قدام الاهلي. لا فرقة مش وحشة. فرقة الرجاء فرقة مش وحشة فرقة يعني كويسة يعني. اه عندهم محسن متولي متقلق بشكل كبير جدا. هو اللي سجل الهدف بالزبط. النهاردة حتى كانوا بيلعبوا في الدوري المغربي. مع اتعلو اتنين اتنين. اه. بعد نزول محسن متولي هو اللي غير مجريات اللي. بس التعادل بالنسبة لهم خسارة. اه. هو الانتصار طبيعي على فرقة امازله. لكن الاداء برضو مش الاداء القوي او الاداء الكبير. عندهم اللعب الكونغولي كبونجو. متقلق بشكل كبير واحد من الاضافات الجديدة. عندهم انا سزنيتي عنده اصابة. اه. ايده مكسورة. ايده مكسورة. اشتروا حارق مروان فخر. حارس موردية وجدة. اه. هو ده الحارس اللي هو دلوقتي بتولى. اساسي عمال ما. هو الحارس الاساسي. وعندهم الحارس التالت اه. لمنتخب اه الجزائر. كمان ماضوا مع عقد. جاية. اه. جاية اه. ماضوا مع عقد. وكمان هو موجود معهم. لكن بقى هما في مشكلة كبيرة بقى. اه. مشكلة الرجاء حالين هي مارك فيلموتس. المدير الفني. المدير الفني. مارك فيلموتس طبعا اسم كبير. اه. راجل سياسي كبير في بلجيكا. اه. قبل كده متواجد في منتخب بلجيكا. لكن منذ قدومه لفرقة الرجاء ما عملش حاجة. اه. يعني ما قادرش يعمل نجاحات فرقة الرجاء. ما عملش اضافة قوية لفرقة الرجاء. او اقول لك يعني بأكد لك. كان في اجتماع النهاردة في اجتماع آآ تاني غدا ممكن يغادر الفريق اصلا. يعني ممكن. اه يعني ممكن ما يكملش مع الفريق. لان الفرقة كويسة. لكن انا اعتقد فيه اخطاء كبيرة عند الآآ. طيب نروح للتراجي التونسي. اخبره ايه بقى السنة. يعني اكيد التراجي التونسي كان بيلعب بطل بتسوانا. كسب اربعة سفر. برضو يعني انت بتلعب بطل بتسوانا وانت تتراجي. اه. انت تتراجي يعني مش معنى انت كسبت بطل بتسوانا اربعة سفر. بقى انت يعني الفريق القويس. يعني ببراف المتناول يعني. بالزبط اه يعني مشاكل من وجهة نظر. مشاكل دفاعية في في الفريق. اكيد الجمهور غير راضي على الاداء. النتيجة ليست مقياس لفرقة التراجي. محمد برمضان بيتقلق بشكل كبير سجل هاتريك. في اللقاء. لا والله محمد راضيان جاب هاتريك. جاب هاتريك. اه. وايضو بقى يعني لعب. الناس مخصوطة من راضي جا عادي ولا? والله يا كابتن يعني اعتقد يعني الجمهور غير راضي عن الاداء. لكن الجمهور راضي عن النتيجة. اكيد يعني اما تيجي تحقق نتيجة. اه اكيد الجمهور بيبقى راضي. لكن لكن الاداء الناس غير راضية عن الاداء. زي ما قلت لك محمد برمضان. ماشي كويسة. عملوا صفقات كويسة. عندهم لعب اه خط وسط هجوم صابر. ده اصلا بلجيكي مغربي. متواجد مع الفرقة. دوري التونسي زي ما احنا عارفين المتوقف الفطرة الحالية. لكن خليني اقول لك على حاجة انا شايف صفقات الترجي صفقات كويسة. يعني شايف صابر انا لعب خط وسط قوي جدا. وهيفرق مع الترجي بشكل كبير. واللعب ايدو بقى اللي هو قادم من الصفاكسي. اه لا فارق. ولعب جاي جاهز. يعني. عايز اقول ان الماتش اللي جاي مع شباب له زدد. اه ترجي كابتن محمد عادل هو الحكم. وسامير جمال كمان. مساعد حكم معي. اكيد يعني حكمنا المصريين. حكم مصريين يعني. اه. زي ما قلت. وحمد توفيق طلب. اه. يعني زي ما قلت يا كابتن فرقة الترجي اه. انا شايف الانتدابات يعني كويسة. السبارت وموضوع تقنية الفر ده يعني. الراجل قاعد يقول من دولة المجموعات في تقنية فر وده. وماتش الزمالك ده خلصوا على الزمالك. بتجون التسلل بتاع بيترو قتلتكو ده اه وده. اكيد بص يا كابتن هي هو يعني هي اه الكرة بتاعش مشكل كبير. في البطولات في حتة التنظيمية. اه. الحاجات دي كلها. لكن هو بقى بيتكلم هو بيتجه يعني اقول لك على حاجة كابتن هو عشان يعني معلومة. اه يعني كان فيه امكانية ان هو الفر يتطبق. على فكرة في المرحلة دي. طب ايه اللي حصل. لا هو مش عايز التطبقه في المرحلة دي عشان يلعب عشان يأكد ان هو عايز يلعب بطولة السوبر ليج. بالفار على ملعب مجهزة. كده عشان يكون في سبب مكنة. طب بداية من دولة التمانية والاربعة والنهائي والعجل دي فيه البار? اكيد اكيد لازم يكون فيه. اكيد لازم. اه. يعني اكيد لازم. ومرحلة المجموعات مرحلة مهمة. ان هو يكون فيها فار. طيب. خلينا عايزة رجعلك بس للتراجي حاجة سريعة. ايدو اللي هو اللعب السفاكسي ده. يعني من زمان اللعب الاجنبي في التراجي كنا بنشوفه بيظهر ماتش ماتشين. ام. او بعد كده ما يبقاش على مستوى او ما يكونش صانع الفارق. لأ هم جايبين لعب جاهز. يعني. ايدو? ايدو. ايدو? ايدو. ده بيلعب جسده ايه? اه نجيري. لعب كويس? نجيري او غاني. اه. لعب كويس جدا جاي من السفاكسي. ماشي مع الفرق وهو اللي جاب الهدف الرابع. اه. بعد يعني. بعد محمد محمد رمضان ما سجل. اه هترك لك انا اعتقد يعني التراجي مع المباريات هيجي. طيب تعادل اه اه المصري مع بيرامدس. هرجعلك تاني للماتشاط والزمالك وكده. بس تعادل عشان بتكلم عن الفرق المصري يعني. تعادل المصري مع القطن الكاميروني. وفوز بيرامدس بعد تأخره على اهل ترابلس اتنين واحد. رأيك. يعني اكيد اه المصري. المصري كان في مهمة صعبة. سفر طويل. المدينة حتى دي مدينة. دولة. اه لا. جروة. جروة اللي كان بيلع فيها. مصر في مرحلة المجموعات. اه بزبط. دي مدينة كوتونسبورت. وهي دي على فاكرة دي مدينة فيزينتي ابو بكر. اللي هو اخرج. دي جروة? اه جروة اصلا من فيزينتي ابو بكر. اه. وخرج من النادي ده تحديدا يعني فيزينتي ابو بكر. ومطلوب على فاكرة في فيرق الدوري الانجليزي كلها نواردة بتتكلم عليه. يعني اكبر اكتر من فريق في الدوري الانجليزي. اه. بيتكلموا. اه. بيلعب في الناصر اعتقد. بيلعب في السعودية اه. وجروة اكتر من العرض في الدوري الانجليزي. بعد البطولة دي. بعد البطولة يعني تقلق بشكل كبير جدا. اه. ولا يعني اللعب ده تظلم. اه. يعني من وجهة نظري. لعب ان هو راح الدوري البرتغالي. شوفناك وما تفرج عليه في الدوري برتغالي. كان بيلعف بمفي كبان. في بورتو. بورتو سوريا اه. في بورتو البرتغالي وتقلق بشكل كبير جدا. لكن يعني ما هو ما تحركش كويس بعد البرتغال. مم. بعد مرحلة البرتغال كان يستحق ان هو يروح. دور انجليز. مرحلة اكبر يعني. لكن هو يعني جاي له عروض كبيرة جدا. احنا شفنا جوميز اهو بيطلع من الهيل على جلدة سراي. اه يعني على تركيا. اه. فرقة المصري اكيد يعني النتيجة اللي عملوها في اه في الكاميرون تعتبر نتيجة ايجابية. يعني تعتبر نتيجة ايجابية. وعلى الجنب الاخر هو الاخر فوز بتلات نقط يعني بيدي له خطوة. اه متقدمة في البطولة. واعتقد يعني المصري يعني عنده افضلية. ان هو عمل نتيجة ايجابية خارج ارض يعني. هو يعمل نتيجة ايجابية خارج الا. نجم السحلي كذب شباب لزداد واحد صفر في تونس. البرضو دي من نتاج اللي احنا منهاش. وحرية خسر على ارض ومن فاق سطيف. ده نتيجة كويسة جدا وفاق سطيف الجزائري. بالزبط. ورجاء كسر بقى مزول واحد سفر. تمام. نروح بقى لي اه 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 شايف مطش الزمالك وسجردة ازاي هناك. بص يا كابتن يعني اه خلينا نتكلم فرقة اه سجردة شفناها قدام الودات. اه. هي دي فرقة سجردة اللي لعبها الزمالك. فرقة ضعيفة وفرقة هزيلة جدا. فعلا. واضح جابتن جدا يعني الودات ليس بالفريق القوي او بالفريق الاقوى او بالفريق. يعني الخارج لا الودات دخل المطش وعنده مشاكل. لعب مطش من جانب واحد. اه 45 دقيقة ضغط متواصل. من جانب الودات عمل كل حاجة في المطش. كل الاحصائيات بتقول ان الودات هو اللي سيطر على المطش بالطول وبالعرض. هي الفرقة السجردة بدأت تتحرك بس. اول ما الودات سجل هدف. خلاص يعني ما عندهمش بقى حاجة يبكوا عليها وعايزين بدأوا يعني يهاجموا كده على فترات. وده السبب اللي خلى آآ فرقة الودات تسجل كمان هدفين. يعني فرقة الودات ده ما جابت هدف في الشوت الاول. خلاص السجردة بقى اللاجأ بدأ المكان بيعمل تكتل دفاعي بدأ يميل الى الهجوم شوية. لكن هجوم ضعيف جدا. فرقة طول المطش بتسجل بتعمل تسديدة واحدة على المرمى. لأ يعني ده معناها ان هي فرقة ليست بالفرقة القوية. على الزمالك يعني ان يتدرك الامور. تعادل آآ في القاهرة. انت شايف المطش هناك سهل? سهل سهل يعني المطش ده لو صعب احنا اللي هنصعبه على نفسنا. المطش سهل جدا. الزمالك بالامكانات اللي عنده باللعاب اللي عنده اللعابة الدولية اللي عندك في منتخب تونس والمغرب ومنتخب مصر والاسماء الكبيرة اللي عندك دي وانت بتلاقي فرقة آآ زي دي. آآ التأثير هيكون من عندك. آآ. انت شفت الوداد النهاردة عمل ايه في الفرقة دي. آآ. فرقة بقولك ما راحت شطة شطة واحدة على المرمى. آآ. بتاع الوداد. آآ. ما بقولكش هي بتلعب يعني الوداد مش الاقوى في الكارية الافريقية. اما انت رأيك في مستوى آآ آآ بيترو اتليتكو اللي ظهر بي قدام الزمالك. يعني رغم ان هو جاب جنين في الزمالك برضو الزمالك راح بت حاجة وتلاتين فرصة بكور في العرضة. برضو لاسة. هل فرقة قيلة? لأ خلص يا كابتن. خلص. اه? فرقة يعني. يعني التعادل ده سبب الزمالك برضو. اكيد. اكيد. انت اللي فرطت. انت النهاردة بتلعب. انت اسمك الزمالك بتلعب على ارضك. آآ. دي حاجة لوحدها يعني انت. انت النهاردة. بعد كاس الامم. بعد كاس الامم. ومعاك النجوم دول. معاك النجوم دول. يعني حتى فرقة اللي بترو اتليتكو فيها اللعب او اتنين بس اللي بيحركوا الفريق مش الفرقة القوية. مش الفرقة المخيفة. عندهم اكيد لعيبة كويسة. وعندهم لعيبة مهارية. وعندهم حارس كويس. وعندهم حارس كويس. بس انت كابتن اللي عطتهم الفرص. اه. 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 انت اللي بتلعب الماتش ده على ارضك. وما بتضغطش من اول دي اكيد او بتلعب بالزبط. لكن الزمالك ضيع. يعني الزمالك ضيع اكتر من فرصة واكتر كرة. اه. اجدت في في القائم. مين ما المجموع دي يصعد اجد. اه. الزمالك. يعني اه. ده ده لازم واكيد. اه. يعني ما فيش حل تاني. زمالك والوداد. اكيد. زمالك والوداد يعني اعتبرهم. بيترو اتلتكم ما ينفس? لا يا كابتن. لا لا لا. زمالك والوداد يعني. برضو اسخد بالك الماتشات اللي جاية تحدد كتير. يعني ماتش بيترو اتلتكم مع الوداد هناك. افرض بيترو اتلتكم وكسب الوداد. وعندك الماتش اللي بعديه. الزمالك مع الوداد في الوداء. يعني لا. فيها. هي بصة كابتن. الكرة فيها كل حاجة لكن احنا بنتكلم من الواضح يعني احنا لو هنتكلم على الزمالك احنا عارفين الزمالك وعارفين اسم الزمالك وعارفين الزمالك يقدر ازاي يتعامل في المباراة دي لكن انت لو بتتكلم على مين اللي ممكن يصعد من المجموعة انا بقول لك الزمالك والودات الزمالك والودات يصعدوا من المجموع دي الزمالك يقدر يصعد كميل بقى نروح للمجموعات كده مع بعض المجموعة الاولى المريخ الاهلي الهلال هي يعني هاي بقى من الواضح ويعني واللي بنتكلم فيه ان الهلال الاهلي حيصد اول مجموعة اكيد المنافسة كلها تكون بين التلات فرقة الاخرى اعتقد الهلال السوداء بعد فوزه على الهلال بيقربه شوية بعد فوزه على الهلال بيقربه زي بقى الخبرات اللي موجودة عند اللعيبة معقولة الهلال والمريخ بطلاء السودان يخرجوا من المجموعة فيش ولا فرقة منهم تصعب الكرة السودانية يعني انا شايفها من وجهة نظري مش ماشية فيه المستوى بالزبط يعني هي في مرحلة في النازل او يعني هي كده في مرحلة غريبة كده كده في كرة كده حتى منتخب السوداني شوفناه في البطولة العربية او في بطولة امم افريكا لكن من الواضح في البطولة دي ان الاهلي والساندون طيب كده انت بترشح الاهلي في القمة ويأتي من بعده ماملو دي سانداون ويأتي بعده ماملو دي سانداون نروح بقى للمجموعة التانية وفاق ستيف كسب حرية في حرية كوناكري ودي مفاجأة ودي حاجة كويسة جدا اكيد لان حرية كوناكري من الفرق اللي عاملة شغل فترة اخيرة والرجاء كسب امازولو رأيك ايه الفريتين يعني الرجاء اعتقد يعني الرجاء هو الكلام كله على تغيير المدرب في الرجاء واعتقد بعد تغيير المدرب اه في الرجاء يعني هيجيبوا مين يتفاوضوا كزا يعني هما تكلاموا مع كزا حد مصري لكن بيرفضوا مين يعني كابت حسين بقدري قبل كده تتكلموا معاه في ان هو يطولى الادارة الفنية للرجاء اه اه يعني هما وما زالوا بيبحثوا عن اكتر من المدرب لكن مارك فيلمتوس ما نجحش يعني ماشي مع الفريق حتى بعد فوز على امازلو ده فوز كان فوز طبيعي ان هو يغلب امازلو لكن ما كانتش هي نقطة التحول اه 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 قدرة الاهل على العودة في اللقاء السوبر ده يعني هو كان كسبان والاهل اتعادل في الوقت الضايع بالزبط بالزبط يعني لو كان كسب كان المدير الفني ده راح في حتة تانية بالزبط يعني انت اهزي لان هي طبعا كان خد سوبر ومن الاهل وبتاع فكان هايحطه في حتة تانية بالزبط هي يعني حتة تغيير المدرب تحديدا دي حاجة وهتم وحاجة اكيدة خصوصا الفرق بينهم النهاردة في الدولة بينهم وبين الودات تمان نقط تمان نقط وقابلة للزيادة وقابلة للزيادة كمان يعني قابلة للزيادة اعتقد يعني رجاعي ايسعد اول المجموعة وان شاء الله نتمنى وفاق وفاق ستيفي وهما كسبوا اول ماتشين بالزبط يعني اول ماتشين يعني اول ماتشي لكل فريق فيهم بالزبط طيب الترجي شباب بلو زداد النجم السحلي اه اه جالاكسي اللي هو اه من تسوق مش عارف يعني اه بطل بوتسوانة ده صعد الحساب مازامبي اه ده كانت مفاجأ اه مفاجأ اه نهو يصعد الحساب بس خسر اول ماتش وخسر اول ماتش الترجي اكيد هيصعد من المجموعة يعني خبرات الترجي الناس النهاردة بتتكلم في تونس ان الترجي النهاردة بيجيب اربع اهداف الترجي اثناء بطولة الدوري او او يعني او في البطولات القرية كان بيشارك فيها كان عنده مشكلة هجومية كبيرة جدا لكن النهاردة ده بقى بتلعب ماتش وبتسجل اربع اهداف لا الناس فرحانة بموضوع الاربع اهداف مهما كان منافس والنجم كسب شباب بلو زداد هل كده ممكن المجموعة دي الترجي يتصدرها ولا ولا النجم ممكن عنده فرصة انا مش متذكر بس امتالي النجم تعادل مع بلو زداد ولا كسب لا كسب واحدة كسب يعني اعتقد لا سوري سوري اتعادله صح اتعادله صفر صفر سوري اه النجم تعادل على ارضه مع بلو زداد الجزائري بالزبط يعني هو الترجي هيكون في الصدارة يعني هيصعد الترجي كده كده بخبراته بقى بتاريخه تنافس بقى عن نجم السحي وشباب بلو زداد يعني التنافس هيكون اه اعتقد شباب بلو زداد برضو الفرق الجزائرية عاملة طفرة وماشية بشكل كويس يعني طيب الوداد وبيترو اه الزمالك وسجرادة انت شايف الزمالك يعني اكيد الزمالك والوداد تنافس على المقدمة اه الزمالك والوداد هم ينفسوا على المقدمة ويصعدين طيب وزي ما قلت كده دي الاربع مجمية دي كده الاربع مجمية يعني انت بتقول ان اه الاهلي ومامولو دي سانداونز وفاق سطيف والرجاء المغربي والوداد المغربي والزمالك المصري والتراجي التونسي وشباب بلو زداد الجزائري او النجم السحيلي التونسي هم دول دور التمانية هم دول يصعدوا دور التمانية يا انا ربي انت عارف كده معنى ايه معنى كده ان لو فاق والرجاء ادي اتنين عرب التراجي او الشباب او النجم كده كده اتنين عرب ادي اربعة الوداد والزمالك ادي ستة اه اه الاهلي ادي سبعة كده انت بتتكلم ان السبع فرق عرب وفاق وصانداونز فريل الوحيد من افريقيا هو صانداونز يعطب او يعني من الفرق افريقيا الصمراء صانداونز حرية يعتبر برضو من الفرق المتمرسة الفرق اللي لكن هو عمل انت ممكن اتنين من مصر واتنين من تونس واتنين من المغرب وواحد من الجزائر او اتنين من الجزائر وواحد من تونس هو كده ده الطبيعي وواحد من جنوب افريقيا ده الطبيعي بالنسبة للمستويات اللي احنا شفناها اه يعني ده الطبيعي بالنسبة للمستويات اللي احنا شفناها يعني ام ام لكن هي لو هتتكلم بقى على الفرق دي كلها هي كل فرق معظمها الفرق اللي احنا بنتكلم عليها كلها فرق عندها خبرات اه ان هي تقدر تتأهل لو نهاية قدر تعمل نتيجة إيجابية طيب نروح للكونفيدرالية نروح للكونفيدرالية الكتن صفر صفر مع المصري وسيمبة كسب أسك ميموزا تلاتة واحدة نتيجة قيلة أكيد يعني بس فرقة سيمبة شفناها العام الماضي فرقة عاملة إزاي عاملين فرقة قوية برضو وفرقة أسك زي ما احنا عارفين فرقة بتطلع على العيبة وبتصدرها يعني مش بنفسه دايما على البطولات لكن سيمبة بيحاول أنه هو ينافس ما زيم بيكسب وورلاندو بايرتز كسب شبابة الساورة الجزائري اتنين صفر وبرامتز كسب أهلي طرابلس اتنين واحد والنادي صفاقسي كسب زناكو واحد صفر ونهضة بركان كسب بطل النيجر اللي هو الأهلي كان بيلع مع الأهلي بالزبط كسبه خمسة ثلاثة نهضة بركان كسبت خمسة ثلاثة يعني بطل النيجر ده جاب تلات تجوان في نهضة بركان فرقة نهضة بركان يعني في البطولة المحلية مش ماشية بشكل كويس فلورا بيانجي هو المدرب لكن عملوه التدعمات اللي هو عايزها لكن ماشي هو في في بطولة الكونفيدرالية الناس فرحوا لنا قدر يكسب فرقات برضو بطل النيجر ويسجل خمس أهداف بطل النيجر كان تعادل مع الأهلي هناك واحد واحد آه وديه كان مغلوب اتنين واحد الشرط الأولاني وبقى كان الأهلي تقريبا كسب أربعة ولا خمسة ولا ستة تقريبا ستة واحد أوه كان عمل نتيجة كبيرة لكن نهاتة البركان يعني نهاتة البركان فرقة متمرسة برضو في بطولة الكونفيدرالية التحديدة طيب نروح ليه بيرامدس نادي الصفاكس التونسي أهلي ترابلس زناكو الصفاكس كسب زناكو وبيرامدس كسب أهلي ترابلس تتوقع المجموعة دي مين؟ الصفاكس وبيرامدس يعني بيرامدس أكيد يعني أهلي ترابلس ما نفس؟ لا لا ما أعتقدش أن أهلي ترابلس يسافر اي نفس ده كان كذبان بيرامدز على فكرة 1-0 وتغلب 2-1 على أرض بيرامدز يعني كان منافس أكيد كان منافس لبيرامدز لكن نادي الصفاكس أعتقد يعني الصفاكس أنا بقولك بقى أن أهله نفس أهل ترابلوس يعني ممكن يبقى له ممكن يبقى له هو بيرامدز ما كانوا مضمون أنا شايف أنه هينفس مع الصفاكسي قوي هتشوف طب أورلاندو بايرتز كسب والتحاد ورويال ليوباردز الكونجولي وشاببت الثورة طبق أمين أورلاندو أعتقد أورلاندو بايرتز يكون يسعد أول مجموعة أورلاندو بايرتز يسعد أول المجموعة على فكرة تحاد الليبي وليوباردز ما لعبوش ايو تأجلت اتأجلت اللقاء بس اتعاد فرقة كويسة جدا يعني الله يبصها كابتل وشاببت الثورة برضو اه ما دخلبه أهو مطش عادي كنصف يعني من الشرط لكن أورلاندو يعني أورلاندو هو اللي هيسعد أكيد هيكون التنافس ما بين الاتحاد وشاببت الثورة شاببت الثورة مازينبي المصري القطن آآ أوتو دويو الكونغولي كونغولو برازافيك توقع مين يعني المجموعة دي تحديدا المصري أنا موجة نظري عمل نتيجة أجابية أمام القطن والقطن شوف ناس سنة اللي فاتت كان ماشي كويس بشكل كويس في الكونفيدرولية لكن المصري يعني لازم يعمل نتيجة أجابية مع مازينبي ماشي اللي جاي ما هيلعبه مازينبي مازينبي في اسكندرية مازينبي في اسكندرية ده اللي قال القادم آآ لازم المصري يعمل نتيجة لو تعادل هيبقى وحشة قوي هتبقى وحشة هيبقى ماشيين ياخد نقطتين آآ ومازينبي بيقى من الفرقة المتمرسة في البطولات دي من الفرقة اللي بتعرف تجيب نوقة خارج أرضها وعلى أرضها طيب دي نقطة برضو البطل الناجر اعتقد هيبقى في المجموعة نهضة بركان نهضة بركان وسمبة واسك ايه نهضة بركان وسمبة في المجموعة دي آآ نهضة بركان وسمبة طيب البطولة دي متوقع مين يا ماهر اللي ينفس بقوة عليها اللي ينفس بقوة عليها بال بقيمة تصوقية بالأسماء ما فيش غير برامدس باللعبة اللي عنده بالإمكانيات اللي بيوفر كل حاجة يقدر ينفس بيرامدز. يعني شايف بيرامدز دعم روحة. المفروض. ده المفروض ده. ما فيش بقى مفيش. ما فيش كلام يعني والمفروض ان بيرامدز. سفاكسي اورلندو. كابتل يعني. نهض البركان كل دول. بس انت شوف الاسماء اللي في بيرامدز. اه صحيح. واذلسه جايبين بتاع بيرامدز. اه بيرامدز. اه. بتاع بوركينة. اه. وشوف الاسماء اللي موجودها في بيرامدز وقيموا التسوقية للعبة اه. والامكانيات. لازم يلعب البرامتز وقدار البرامتز تكون عارفة كده ان البطولة دي ما ينفعش هما لو خاصوا البطولة دي ما بيلعبوا ليه بقى يعني لازم البطولة دي تكون بالنسبة لهم يعني يحققوها يعني ده طيب نقفل القصة دي عاد سألك شوية سؤالة على كأس الأمم الأفريقية كده تمام الدنيا رايحة لفين هل في البطولة دي شاهدت انتقالات قريبا لانديها أخرى هل في لعيبة تحط عليها العين هل يعني فهم قصدي هيا بص يا كابتن البطولة دي وقتها تحديدا انت بتبقى داخل فترة يناير صحيح فترة الانتقالات وانت مزبط من ديسمبر انت هتعمل ايه واتحرك اللعبة فين والمراجز انت محتاج أكيد أثناء البطولة بيظهر لعب أو اثنين يعني مثلا نهاردة بيرامتز شاف لعب مش موجود في نادي وقدر يخطفوا دي يعني تحسب لنادي بيرامتز تمام وحصل أمثلة بسيطة بس في الانتقالات بالشكل ده لكن الأسماء الكبيرة أكيد وفي فترة نصر السيزون بتقى مرتبطة بعقود ما عندي لكن فيه لعيبة ظهرت أكيد بقى بيتمى منتبعته يعني أنا بترك منتخب مصر فيه أمثلة أكتر من لعب بيتمى منتبعته منتخب جامبيا تتوح وابو جبل منتخب جامبيا نفسه فعلا منتخب جامبيا أكتر يعني هم على فكرة أصلا بيرعبوا في الدوري الإيطالي وفي الدوريات دي لكن فيه لعبة بتلعب في دوريات صغيرة في أوروبا اللي هو بيبقى درجة تانية أو تالتة أو بالزبط جزر الكمر أكتر من الله بسم الله ما شاء الله أه نحيب رقم عشر لعيب جامبيا اللي جابوا جنف كاميرون عندهم أكتر من اللي عمومايز يعني عندهم أكتر إدعافة كابتان لما جومي يكونوا الفريق ده كونه إزاي بدأ يشوف ما كانتش لاقي قاعدة أو ما كانتش لاقي لعيبة بدأ يشوف اللعيبة اللي هما ينفع ياخدوا جنسية عندهم جنسية مزدوجة جنسية مزدوجة يبقى فرنساوي وفي نفس الوقت من جزر الكمر وبدأ يدور عليهم وشوفنا التفرة كبيرة اللي حصلت في فترة التصفيات واجهتهم في فترة التصفيات والسنة اللي قابليها على ما أتذكر كان في تصفيات كسر عامة أو في أمه أفريقيا ما كانوا مع مغرف المجموعة على ما تتذكر وبدأ يظهر اسم جزر الكمر ومع مصر قابل مصر بسنة يعني كان في تصفيات كسر عامة تحديدا كانوا مع المغرب في المجموعة وبدأ اسم أمير عبدو يظهر بشكل كبير العسماء اللعيبة حتى اللي كانت متواجدة في الفترة دي وكانوا بلعبوا حتى كان فيه لعبة بترعها في دورية درجة 6 و 5 في فرنسا وبدأوا يتنقلوا لدورية درجة أولى في بلجيكا و فرنسا طيب مهر انت علاقتها قوية بكارتيرون الناس بتدي تتكلم من كارتيرون عايز يمشي كارتيرون يعني مش مرتاح يعني فهم بتدي وانا على حد علمي ان كارتيرون كمان البطولة المفضلة لديه واللي بيبحث عنها هي دولة الأبطال يعني النهاردة ناس مستغربة من التشكيل اللي هو وضعه كأنه مثلا مش فرق مع مطش النهاردة تعادل نتغلب النكسة مش مهم أهما حاجة عندي سجرادة يعني فهم أهما حاجة برايح اللعيب عشان المطش اللي بعدها ربعطية بص باترس كارتيرون من أسكن المدربين الموجودين في الكارتيرون في الكارتيرون الأفريقية مدرب زكي جدا مدرب شطر جدا هو عايزي حق دوري أبطال أفريقيا يعني ده حلم النواع مش فرق مع دوري كتير لا أكيد مفيش مدرب لا بس برضو انت بدرب الزمالك فما فيش حاجة اسمها انت بتلعب وقابلت انك تدرب الزمالك أكيد الزمالك من شروط انك بتدرب فريق كبير انك بتحصل على بطولة محلية أو بتلعب أي بطولة بتنفس فيها بتبقى عايز تحصل عليه لكن ما اعتقدش انه بتحس كارتيرون دماغه انه هو مش عايز ياخد بطولة الدوري وعايز ياخد دوري أبطال أفريق يعني ما اعتقدش هو بينافس هنا وبينافس هنا أكيد هو شايف ممكن يكون من وجهة نظر هو شايف حاجة معينة شايف ان المطش الجاي فيه سفر شايف ممكن تكون لعبة مجهدة شايف ان هو محتاج اللعبة مفتاح اللعبة اللي هو مريحهم دي في المطش الجاي خصوصا المطش الجاي لازم تحقق فيه مطش سهل ولو صعبته انت اللي بتصعبه بنفسك لكن انت لازم تحقق فيه 3 نقط أي نتيجة غير 3 نقط خلاص انت هتبدأ بقى هتحط نفسك في دايرة وحسابات بقى نتائج أخرى وتعمل ايه في المطش ده والفرقة دي هتعمل ايه وعايز الفرقة دي تخسر دي الحسابات اللي اعتقد نادي الزمالك ما ينفعش يدخل فيها وبترس كارترون حتى مش عايز يدخل فيها يعني هو لكن هو مش عايز يمشي لا طبعا عمره ما مين اللي يدرب الزمالك وعايز يمشي كبت ماشى قبل كده ماشى قبل كده يعني اعتقد في ظروف معينة وكان عايز يلعب نهاية دورة ابطال افريكا وتم تأجيل البطولة لا في الوقت الحالي ما اعتقدش خلص ان باترس كارترون عايز يمشي وعايز ولا جاي العروض ولا حاجة مفيش مدرب ما بيجيولوش عروض مفيش مدرب ما بيجيولوش عروض باترس كارترون جاي لوا عروض منتخبات ده مسلماني جاي لوا عروض بيجيولوهم عروض منتخبات بس بعيدة كل زي ايه زي ايه مستخد يعني نجيريا ده كان بيدور على قبل ما يجدي ثقة لأيجوفين مرة اخرى على فكرة مدرب المحلي بيسيرو مش جاي وانا قلت لك الكلام ده لا يا راجل ايه وانا اكدت لك الكلام ده مدرب بنجيريا ايجوفين مكمل مكمل؟ مش كان قاله بيسيرو بيتفرج ايه بفرج عبوتولة وييجي ما انا قلت لك وقتانا ليه رجوع في كلامهم ليه؟ وامانويل امونك هيبقى معاه لا يا راجل اامانويل بتاعنا؟ اه هيبقى موساعد معاه هيبقى موساعد معاه هم مطشين مطشين كاس العالم اه اللهم بتوع غانة اه يعني دول ممكن لو كزوا بمطشين يروحوا هم كاس العالم ويروحوا هم كاس العالم اه ومدرب مميز ايجوا فينا على فكرة اه مدرب كويس والناس واللعبها بتحبوا اه الفرقة دي مابتديش بس مش مش شايف ان هم هزيمتهم من تونس اه اثرت على المدرب؟ يعني بص يا كابتن هم هم راجل استلم الفرقة في وقت صعب اه جيه في وقت ومعاه دعم جامد من الرئيس الاتحاد وكان معاك ثلاثة اربع لعيبة مجوش ومعاك اكتر من اللعيب مجيش وهزيق اما يغلب منتخب مصر في اول لقاء ده كان بالنسبة لهم هناك انتصار انتصار كبير جدا وبالنسبة له هو شخصيا اه يعني هو بالنسبة له شخصيا اه انتصار كبير ان هو يغلب منتخب مصر وشوفنا منتخب نجيريا ظهر بشكل جاي لكن هو حصل له دروب في ماتش تونس لكن هم هناك جددوا الثقة فيه وان الراجل مكمل زي ما قلت لك يعني منتخب نجيريا في الفترة اللي كان بيبحث فيها على مدرب تكلموا مع بيتسو وتكلموا مع باترس كارترون والاتنين رفضوا لانه فاهمين هناك طب هسأل سؤال احنا دلوقتي عندنا منتخبات كان 24 منتخب مين للمدربين اللي مشوا منزر الكبير بس منزر الكبير اه ماشى اه مدرب جنبي يا باقي معاه توم ستيفنت مكمل والجزر كومر وأمير عبدو مكمل وأمير عبدو مكمل معاه الجمال مواضي محمد مكزوبة مدرب منتخب مالي مكمل مجلي مكمل اه وهلع معهم التصفيات اه كارلوس كروش مكمل كارلوس كروش مكمل مكمل حليل وزيتش مكمل مدخب نجيريا مكمل نجيريا غانا ايه بقى اه ماشى مشي اه مدرب غانا اه مدرب غانا ماشى اه اه من تاني مدرب الكاميرون هيكمل معهم بص بقى في مشاكل كبيرة بسبب الموضوع ده اه رياضة عايزين يا عدو عايزين المدرب اه بس انا اعتقد ان قدتو هيحط له رجو بيرسونج يعني هو هيحط له رجو بيرسونج كده كده ان هو يبقى مساعد معايا ولو وصله كس العالم ممكن يخلي رجو بيرسونج طيب مدرب صاحل عاج بقى ايه مكمل باترس بومل ومجدد عقده انت بكلم جد اه الله يعني الراجل ما عارفش يتقاهل لكس العالم والراجل طلع من دور التمانية على ايد مصر ومكمل عندهم ثقة فيه عندهم ثقة فيه بص كابتن اقول لك الحك هم اقول لك الناس دي ماشي بطريقة ازاي هو الراجل ده اشتغل معهم قبل كده سنة 2013 اما اشتغل معهم 2013 مع هيرفي رينار مع هيرفي رينار كمساعد وخد البطولة وهم شايفين طريقة شغل وهو زكي جد يعني مفيش دولة اشتغل فيها باترس بومل الا واقتنعوا بيه وخلوه مدرب النهاردة اول ما منتخب المغرب ماشى هيرفي رينار فكروا في ميني ان هو يكون مدرب تلاتة واشنة ان هو يكون النهاردة كوتيفور بحثت عنه وانه هي جابته وانه هو الراجل بيكان بيقول لي من الاقوال ماتشاط التكتيكي اللي عبتها في حياتي ماتش مصر انه انا عملت ماتش تكتيكي كبير جدا امام منتخب مصر لكن هو مكمل مع الفرقه وبيعد بقى فريق لطولة ورهنا كده في نهاية الحلقة كده الملعب تاني بتاع السنغال كده انه لقي الضوء عليه مهر شكرك شكرا يا كابتن وشكرا جزيلا على وجودك معي النهاردة شكرا كابتن وشكرا لكل اللي زمالكوات هتقول لي كده الملعب سريعا كده ده الملعب يا جماعة اللي هنلعب عليه ماتش السنغال ده اهم اهم مباراة طيب خلاص مش هنقدر نجيبها يعني طيب خلاص مش خلاص نجيبها بكرا ان شاء الله شكرا يا مهر شكرا يا كابتن تصبح على خير يا جماعة مع الفي سلام شكرا يا جماعة